بتجي بتقصفك إسرائيل تسمي حالك شهيد أحزاب من بعض بقتل بعض بس هاي بصرف النظر مين قصف ومين ما قصف أو إذا حدا قصف أو حدا ما قصف عمل أمني ولا مش عمل أمني هذا في شيء قبله كلهم في حدا حط محشاية بنص بيروت في حدا حط محشاية بنص بيروت وعملها عن غشمانة عن لقم عن قصد لأنه كان عم يفكر بقصة ستانية لأنه كان عم يفكر بجيبته كلهم مثل بعض لقد كانت عم يفكر بقصة ستانية ليا دقبايسي دوان هو نوكس مرحبا في سردي يا هلا نحن دقينا عبيبك اليوم لأنه بلا نحكي عن عدة موادية معك رياض انت هلا معروف لأنه عندك برنامج على الجديد اسمه يسقط حكم الفاسد بيطلع كل نهار جمعة الساعة تسعة ونص بس انت بلشت من قبل من 2001 كنت تكتب بجريدة السفير وبعدين نقلت على الجديد مع برنامجين عكش اللي يخصن بالفساد بفضايح الفساد اسمه تحت طائرة المسؤولية وبعدين يسقط حكم الفاسد هلا انت مش بس بلبنان معروف كمان اسمك بيطلع بكل هول المؤسسات الاعلامية المعروفة يعني مقلت النيويورك تايمز الواشنيند بوست كل ما كنت تحكي عن الفساد هول المؤسسات عندهم مصدقية مع المجتمع الدولي يعني كل العالم بعتدت تحترم كلمتك لما بتحكي عن وكافحة الفساد وصارلك عم بتكافح الفساد أكتر من قدي 10 سنين ايه صارك 10 سنين مش انه بلشت ب 17 سنين من 2011-2010 بلشنا نعمل نستخدم صحافة الاستقصائية لخدمة الغرض اللي هو الأساس اللي هو كشف الفساد وبتعزيز مستوى الشفافيه بالمجتمع من وقته يعني لا هلأ هلأ نيويورك تايمز وكل الصحف الأجنبية بعد 17-20 جمالا مبلشوا يعني مشوكتي صحفين أجاني بيسألوني شو الوصة وكذا 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 ومن قبل أنا كان عندي مشكل مش ضروري يعني مع هول المؤسسات اللي ذكرتو بس بشكل عام يعني انو كانت تقولنو انو يعني ما نحكي مع الصحفيين عندي أصدقاء صحفيين أجاني بكتير يعني أو المؤسسات يلي بتدعم الصحاف الاستقصائي بمحلات معينة انو أنا يا خير احنا عنا مشكل بالبلد أكتر من حزب الله اللي هو الفساد يعني بتعرف كمبالإعلام الغربي بحكيش يا حزب الله لأنو هني بالنسبة لقلن ما بيهمن يعرفوا عن شي إلا الشي خاص الحزب الله لأنه هو كمطلق خير لبعد 17 شرين لأقف بيان يعني حتى اللي هو الأصدقاء اللي إنو آه أوكي فعلا كان في مشكلة كتير لأنك تقولنو نحن نختنئ في شي واصلين واضح إنو واصلينه وأهمية طبعا إنو هني صالته الضوء كان لأنه يعني بصلنا على القرار هونيكي فبدكتش فهموا له ليكي إنو في شي غلط خصوصي إنو يعني ما نضحك بعض يعني جزء من استمرارية الحكومات الموجودة حاليا أو المنظوم الحاكمة الموجودة حاليا هو الدعم الذي أخذته من هذه الدول دعم الإقليمي ودعم الانترناشنال يعني صباح شو أنا اللي عملت يعني أنا أنا راح تصير تعملت بيريس واحد بيريس نان بيريس لات وهم هني كان يجمعونه ويجبون ويضبون بمحل واحد وأكدوا استمراريتهم آه ويعملونه مؤتمر من هون ومؤتمر هون كلمة تخانقوا مع بعض ويصالحوا وشو كيف من راديوهم تالي وهولي فيك تشي تاخده من منطق إنه بدي استعديهم وكذا وهذه الدول الاستعمارية التي لا ترى أوكي عال نفهم ونعرفه لها السيل في وشو عام تخبرني إنه دولة استعمارية ما بتشوف المصلحة طب عال أو إمبراطورية اللي بدك يا سميها بس إنه بالآخر فيه واقع موجود عندك وفيه بدك تشي تحكي معه إنه جماعة تشوف كيف بدك تحل الموضوع يعني بمحل معين عم بحكي من موقعك صحفي إنه بالآخر هاي دي دول فيها شو اسمه يعني بدك من الصحفي توصل لهول عالم تجي تخبرهم وتقولهم إنه حكوماتكن عم تدعم هول عالم فبس لازم بالأول تفاهمهم من هول عالم لأنه هني عم بيسوقوا حالهم هنيك بأسوأ سيناريو كأنه أمره حرب وتابه ومش الحال بس لا نحن عم نقوله ما مش الحال هولي يعني بدنا نقول لا لا بتعبير لطيف وهاكي عملوا اللي عملوا فينا بالحرب وهلا رجوا عم يعملوا بالسلم يعني لا خلصنا منهم بالحرب ولا خلصنا منهم بالسلم يعني طبعا يعني من دوم ما نمشي بالسردية طبعا المؤامرة لا أو مثل كأنهم هني نزلين بالبراشوت علينا يعني إنه بالآخر هو عالم انتخبوهم يعني المصطلح اللي بستخدمه أنا دايما إنه إنه هذه عصابات منتخب ديمقراطية أنا كتير واقع وحقي مش إنه ما عندهم شعبية بعرف إنه عندهم شعبية دايما مشيزوا عالم تقول لي وشفت العالم يهاجم شو أنا عم بحكي عم بحكي عليوني يعني وهو عصابات يعني طال شي إنه هادا بكون إذا بيهدوا هون ميح يعني إنه العالم المحصوبين على هول عصابات يهاجموني أنت أنا ببتحكي عن هول عصابات يعني لاحظنا وأنا ومدأ يعني كتير محترم شغلك كتير ومش الواحدين مش الواحدين أبدا يعني أنت مش بس صاحب السؤال بس صاحب الجواب ما هيك؟ نعم ومش بس ألت مربطة على فكرتك الكلمة اللي عم تقولها بشكرك على هاد السؤال لأنه إحنا الصحافة الصيصائية شو منسميها صحافة الكيف الكيف مش الحشيش يعني الكيف يعني الكيف اللي هو الهاو يعني يعني بسموهم الـ 5W بالصحافة فيه W منهم أنت بيسيكلي هي هاو بتبدلة أو تزيد على الـ 5W الهاو شغلتك تسأل السؤال بالتحقيق الاستقصائي كيف صار هيدا الشي وبالتحقيق بيكون استقصائي لما تجاوب كيف صار هيدا الشي هيدا مشان هيك بالصحافة الاستقصائية أنا بكون موضوعي ولكن لا أكون حيادي يعني أنا بكون بس ما بكون هيدا السؤالي في أنه أنا على بوقف على الحياد ما بين الجلاد والضحية لا أنا ما بوقف على الحياد ما بين الجلاد ضحية بس بنفس الوقت انا ما باخترع ادلة لا دين الجلاد حتى لو انا ما بطيقه ولا بركب مقدمات بما يتناسب مع نتيجة انا مركبها مسبعا يعني بمعنى انا وعم بشتغل التحقيق الاستقصائي اذا وجدت ادلة تنفي فرضيتي بلغ الفرضية مش الادلة في صحفيين كتير بيشتغلوا دمال منطقة انا هذا ما بحبه وكذا وهيك وهذا او عفكرة ليش احزاب السلطة عم تجرب قد ما فيها تعمل شي بيشبه اللي احنا بنعمله وعم يفشلوا لا لانهم مش فهمانين الوصف طبع هذا الشي الوصف الاساسية طبع هذا الشي هو انه الفيصل الاساس او الكلم الاساس هي للادلة وانا هو عم بشتغل لما شوف انه في ادلة بتتنافى مع الفرضية اللي انا بكون عم بحاول اثبتها حتى لو انه هذا الجلاد انا ما بطيقه وما اللي خلق علاه ومناي شوفه عم بتثبت على التهمة بس ما لقيت انه الادلة بتنفي هذا الشي بلغ الفرضية كليا او بعدلها بس انت عم تعمل عن الشغل مش طبيعي يعني ما هيك؟ عم تعمل شغل مزبوط بتديع الملف وبديع التاسي هو مش انا عم بعمل شغل الدولي بس اللي عم بصير هو التالي انا او غيري من زملاء الصحفييني اللي عم شغلوا بهذا المجال بس خلينا نقول اللي صار هو التالي هو الطبيعي يكون في صحافة استقصائية وموجودة كتير بخصوصة بالانظمة يعني الديمقراطية لانه بيقل الى دور للصحافة يعملها المقدمة بس لوضح شو عم بقول لانه صحافة استقصائية الى دور بانتظام العلاقة التحاقدية الصحافة بشكل عام وصحافة استقصائية اساسا بهذا السوشال كونتراكت الموجود يعني هو شو انا شو الفكرة انا بنتخب ناس مشان يديروا شؤون البلد لو مش ما اوكل العالم تدير شؤون البلد فهو لمقابل هيدا الشي لانا عم باعتمنن على المال العام انا وعم باعتمنن على المال العام لازم يكون حريص على انه شو يعملوا يكونوا عم بيصرفوا بطريقة مظبوطة كيف بدي اتأكد انه خادم عام كيف بدي اتأكد انه هذا الشي عم انتظم مظبوط من خلال مؤسسات الرقبين موجودة بدون خلال الاعلام لانه هو المونتر اللي من خلاله بدي يشوفه فالصحافة الاستقصائية هنا نعمل تشبيه كتير بسيط هو مثل اذا انا جيت واحد كلفته انت له انت حبيبي وهيك يعني انا هنا موظفين عنا اي اي اعملت فاروا مع عاشوا انا مرة بتذكأ في 2016 لما منا سويسليكس وثلاث قلت انه نبيه بري وشلعون وصعد الحريري ونجيب مئات وهم موظفين عندي وكنت هم صلح السيارة عند الميكانيكة فبيقول بيقول لي انت شو قلت مبارح اتقول له انا طريق المطار وقلت له قلت انه نبيه بري وموظف عندي قال لي شو عمتك ما تقول الحكي هذا اتقول له خايف نبيه بري موظف عندك قال لي موظف عندك بشو موظف عندي موظف عندك تخرب لي بايت وكذا ما بديه ما بيتقبل فكرة سوء الخادم العام هو موظف لان اعملت تشبيه لانه انا جيت في محل الاوضة وقلت له انت نظف لي اياها لهالاوضة ويجي هذا الخادم العام نظفوا الاوضة وشال الغابرة وكبهم تحت السجال دي الاعلام التقليدي او الاعلام بشكل التقليد هو اللي جاي ييجي اقول لك شو وضع السجال الاوضة نضيف فحيخبرك ان الاوضة نضيف الاعلام الصحافة الاستقصائية هي تيجي تقول لك هذا خبهم تحت السجال دي تحكي عليك يعني اخذ منك مصاري ومنظف هذا خبهم تحت السجال دي هلا اللي صار بلبنان الفرق برا الشعب بيوسق بمؤسساته في حدود معينة وبالتالي يعني يركن الى الصحافة الاستقصائية لا يتأكد اذا العلاقة التعاوضية بعدها شغالة حدا عم جرب يتحايل علي ولا لا بس في حدود في هواي مش معينة مين ومين سوى بيوسق بالمؤسسات يعني في المخابرات في كذا في هونيك بيوسقوا فيهم هلا هلا بحكيكم شغل عصيرة المخابرات بيحاول كذاب عبيب بيته اي اي بس انه حتى كيف المؤسسات والدولة العميقة كيف تكون موجودة بالدول الديمقراطية حتى للحرص على المصلحة العامية بس بما اعزل عن هذا الشي هون اللي صار بعد 17-20 الناس بما في ذلك مناصري الأحزاب فقدوا سقتهم بالدولة لأنه حتى يعني اللي هو العوني بيقولك العوني عوني بيصدق عون بس ما بيصدق بقية مؤسسات الدولة نفس الشي حركة أمن نفس الشي حزب الله نفس الشي طيار مستقبل واشتراكي مضطر دينا نسمي مشانا مستهدف حدا بالتالي في شريحة كبيرة من العالم سواء اللي هني نسلخوا كليا عن الأحزاب أو هوليا اللي هو مثلا بيصدق فلان بس ما بيصدق فلان بحاجة يسمى عوني عتف تاني هون بتصير انت ومصدقيتك وانت وشو عم بتعرض يعني انت وعم تحكي عم تطلع تحكي هيك تسولف ولا عم تطلع تحكي وتعرض Evidences Facts ما هذا الفرق يعني بيطلع ولا خبرهم عن رأيي أنا هاكي ولا عم بيجي بيطلع بعطيكم تواريخ ووثائق وقال لك هاك صار رشوات لا حتى موضوع انفشار المرفع بتحديد المسئوليات والمادي كسب تقول كسب انت لاقا من هون وفكرة وهم في شي كمان وانت اذا غلطت لانوا انا ممكن اغلط يعني ماني بتطلع بتعتذر ولا لا اكيد بس ما بيعتذر بيهجموك صحافة بي انه انت ايه بس هني ملاقى هني ما بيعتذر انا مرة قلت شغلي وعفكرة طاليا رجع معي حق بس لاني شكات انه ممكن يكون غلطان قلت انا في شخص قلت عنه انه كان مستلم هذا المنصب بيعتذر يمكن يكون مش مستلمه رجعت اكدت وقلت انه مستلمه في طيار سياسي بس هو يتسم بالزكاء الحاد مهم في وقته طلعوا وصاروا شو يقولوا مناصرينه او اغلب مناصرينه ثمان عمم طلعوا وصار يقولوا هيدا لك ما عنده معلومات غلط بدليل طلع يعتذر عن شغلي اخي انه هلا هو مش كتير محبس تغلط كتير وتحتسر عن ايش بس انه انا ثلاث شكات بحالة ممكن ومعلومة فكرة هم تأذب تأخر مش هي شخص مستلم منصب اذا هو مستلمه ولا لا يعني هو صاحب العلاقة معانان الموضوع قد ما هني صاروا بدي يستخدموا لانه بالنسبة لقالهم هني شو كيف هو شو فكرتهم عن الزعيم طبعا هو الاله هني شو مش كلتهم بالمناسبة شو مش كلتهم مع الناس يلي مثلي انه عم بيجي يقول للمجتمع هولي مش قالي هموظفين انه نبيه بري منه اله هو موظف عندي بيشتغل عندي مش هانعون منه اله موظف عندي بيشتغل عندي بيقبض ما عاشوا مني انا سعد الحريري بش نسميهم كلهم نفس الشي هم موظفين عندي موليد جملات هلأ بطل لا نائب ولا وزير بس بعد عنده لما كان وزير او كان نائب كان موظف عنه منه اله منه اله وعادي بيخاف كلهم هوا اللي سمي نبيه بري ومشالله بيخافوا الغضد الصماء عندهم بتشتغل عادي مثلا بتشتغل عنها يعني مش بس نحن منخاف حقنا خلا ما يهديدونا منخاف بش هني بيخافوا كمان فهني هاي مشكلتهم انه شو يعني تطلق هاي مشكلتهم حتى كونسبت صحافة استقصائية انه شو يعني يطلع واحد يتحدانة بالأدلة وما نقدر نعمله شي او لما نرفع دعوة يالين نخسرها مثل لما عامل جبران باسيل تزوير واستعمال مزور على الكامل شو تفسير التافي انا اخذت على الكلمة وعملت علاها غنية وهي بصرف النظر شو هي يعني هلأ بس انه ما بتخايفش انه ثابت بالتشجيلات كلها انه فيو عموني مدفوعة وما حدا ايجعل انت دافع انت دافع عليك عموني عكل اللي قال انه انت لما كنت وزير وعم تدافع عنا للصفقة وتحتد جلمة حدا يقول انه عليكم مش طلعت مش بس انه يعني انت كانت عم تصير بوقتها وشاكك ومع ذلك انت يكمل طب لا هلا ما مش ما يبين انه هو يعني دائما عملك بس انه الفكرة انه هول عالم ما انه الالهة عادي ناس 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 وهيدا الشي الرعب بالنسبة لقالهم لانه هني العلاقة المفيوزية اللي بينينا انت انت انه كيف يعني بيجي هك صحافي مش مقروح من هو هذا لما انت لما بتحكي يعني بحلقاتك تكون عم تأشر عم تطلع بالكاميرا ما عم بتحكي مع الجمهور ما بتحكي معهم طبعا انا بيحكي مع العالم بيحكي مع العالم اكيد ما هيش بيحكي مع العالم لا هو مع فكرة يعني هو حتى فكرة الاصبع بس هو الاصبع عم بيستخدم ادواتهم حتى كيف بيحكي معهم عم بيحكيهم باللغة التي طريق بهم كيف هني بيستحقوا ينحكوا بيحكيهم وهذا اللي بيستفزهم هني هني معوضين على النمط الطبيعي طبعا انه اللي تعفو هو انه كان الصحفي بروح بيعم مقابلة مع الوزير قال وبيتصور معه سالفي وبحطها على الفيسبوك مشان يفرج العالم انه انا لك بعرفه انا بتصور مع السياسيين اجمالا يعني مع قليل ما تصور بس اذا ممكن تصور معهم فاذا عم بعمل معه إلا اذا كان في مناسبة عامة واضطرات يعني بس انه إلا اذا عم بعمل معه يعني مسبت عليه شيء وكذا اذا بتريد استاذ في مجال ترد عليه على هذا ما احنا منا بلد طبيعي يعني وببلد طبيعي مش كتير محبس اساسا تتصور مع السياسيين فببلد مفلس طلب بصيروا يحكوا النواب والمزراء بصير كل واحد يحكي مين اللي سرقنا انت بصيروا هول الذين سرقونا مين هني يعني مين هني مين سرقنا يعني مين الاسواق اللي بيجي بيقلق مثلا بيجي بيقلق رياض سلامي ومين جدد له بس هادي المشكلة يعني العالم بتحكي بالفساد بشكل كتير عام عارف كيف انه تجهيل فاعل مية بالمية تجهيل فاعل يعني يعني مسلا ازا بدك تحكي عن العونية بدك تحكي عن الطاقة بيجعل بيقولوا لك لا بس المستقبل مستلمين للاتصالات بيجعل بيقولوا حركة مستلمين المالية هو كلهم مع الحق هني عم بقولوا عن بعض حرامية مش قلق بس شو بيصير بيقول الملفات انا صدقا انا ولا مرة بتستخدم مصطلح اقول عن اي واحد معهم بالاسم انه حرامية انا بقول انه العونية قالوا عن طاقة المستقبل هني حرامية بموضوع قطاع الاتصالات مش انا هني عم بقولوا انا ما قلتش حاجة والعكس بالصحيح المستقبل بقولوا عن العونية حرامية بموضوع الكهرباء ما انا عم بقول هني قالوا وحركة امل بقولوا والعونية بقولوا عن حركة امل على انه الحرامية هني بقولوا عن بعض حرامية بس بيرجعوا يعني بيرجعوا كأنه على نقطة السفر بقولوا اوكي احنا هنغير وزارة هتفرط الحكومة بيرجعوا بيستعملوا وزارة من الحزب الطبعون وكأنه ما صار شي هذي هذي ما عم بفهمه بس هون هيدا المشكلة اللي عنده هلأ بعد 17 تشرين هنه صار ممنوع جبراه باسيل يعمل خطاب ويحكي عن الإصلاح ممنوع مرفوض خير لا فيه يحكي اللي بده انه بالآخر مهم قدش في نسب تصدق صح يعني يعني انا بصراحة هو أو غيره انا بتذكر مرة بفترة من فترات بآخر 2017 وقت قررت فل من جديد خلص كنت زائت وملأت وقل بدروح اعمل ترافل جورنالزم بعمل غزال هلأ بصرف النظر انا ما رجعت تصبط اكتشفت اني دب بس انه بوقتها بتذكر اسم الحلقة الاخيرة عملت عن الجمال ممكن كان عاملين مؤتمر صحفي منعهم فيه الاسئلة لجمالك بس بصرف النظر كان فيه كلمة لعلي حسن خليل بوقتها بهذا المؤتمر والله انا هو يحكي واتصحصح يعني لو من جو لو ما انا مالل وهذا كان بسيط طلع انت هل يشو عم يحكي هذا لن تكون هناك محميات سياسية بعد الان لن تكون هناك خطوط حمر حفظ لي هناك وعن بقول هاك طلع انت هاك عني وعن بحكي عني حسن خليل شو هم يحكي هذا اول شي شو يعني لن تكون هناك محميات بعد الان يعني انت عارف انه كان في محميات تبعال هول اللي كانوا عاملين محميات تتحاسب لا طالما ما في حساب طالما ما ما فيك تعمل ثواب وعقاب وتبني على مبدأ الافلات من العقاب يعني مش تراكبة ما بيرجع بيقلك هدك يباعمل بنرجع بنعمل ريسة من عيد من أول وجديد ف رحكي ويقول عم بيحكي مسولف العالم بتصدق تصدقني جمهورهم ما بيصدقون كلهم أنا عنيات الشخصية ما بيصدقون أصلا النقاش الموجود بالبلد عند الجماعات الطائفية هي مين بيسرق أكتر من التاني يعني جماهير هالأحزاب وأنا مانا جاي يلوم ونه كلوها بفتش مصلحته بس هن نقاشهم بيكون انت لا يعني إذا بدي يوجهولوا لوم للزعيم الطائفة تبعولهم ليش خلات هداك يسرق أكتر منها لا عطيت هذه الوزارة طبعا بصيروا يحكوا مثلا أنه وقات بشكل بكله أحد تنكتب بالجرائد وما في صحفيين بيطلعوا بين يقشهم مثلا أنه شو قصدك والمانطق أخي هاي خدمة عامة أنت مفروض عم تقدم خدمة عامة لا لا لبنان بلد لا نظيرة له لا نظيرة له شو بدك مكسيك كولومبيا ما في شي مثل لبنان على مستوى العلاقة المفيوزية الموجودة بين العالم والناس الموجودين بالحكم وفي شي بكلها البلدان اللي سميت لك في حد أدنى من أشكال الدولة نحن معنا سقف يعني ولا شي عصابات المحامين سيد شو اسمه واستخدم هذا مصطلح قاله ما قال نيوك تامس قال أنه نحن نعرف بلدان فيها عصابات قوية لبنان هو الحال الوحيد يلي هو دولة عصابات بتملك دولة ما بتحس حالك غريب أوقات أنت بصير تقولهم مالله ما تويخزوني يعني أنا بتزل منهم يعني بس عم بسأل هالسؤال يعني بتحس حالك أنه أنت عم تتطفل عليهم عم بسألهم إيش يا بله طعم أنه بصير أخير نحن مبسوطين أنا بعرفهم هون أو اللير بألف خير أو مصرياتك والمانك عم بقلك في جمهور اكتشف تحقيقاتنا بالألف بالألف وانتساطاش ما كانوا بيعرفنا فسبب لأنه وأفكر أنا ما كنت من ناحز هذا الشي لأنه أنا كنت معتبر أنه في عنا لحظات بيك خصوصي وقت كنت مفكر أنه هذا ما عارف أنه عن جد هلأت بعت في جمهور ما نحن مش وصلين فحل الموضوع ما بدي حمل العالم مسئولية بس كان وعام نسافر على تركيا عمليات تجميل عم ناخد كروض عليها كنا عم نتشبرأ اللي بيقولك الدعم الدعم مبلش من مينموم الدعم مبلش 2016 أنا برأيي من قبل ويا لات مش مصريات الموضوعين هوا اللي كانوا من الصرف حتى مش مصريات يعني شو بسموها يعني الدولة لا لا مصريات الموضوعين هاي فبالتالي عالم كان بالنس شو جاي تنزع بارتي بوبر انو أنا انو انت هلأ تنزع الجو تنزع الجو هلأ يعني بشون مشكلة هوا العالم ما فيش تحكمونا 2016 وقلت أنا لا بتدعي اني أنا خبير مصرفي ولا مخ بالاقتصاد صراحة بس على قد ما بعرف يعني بتركيبة الشركات قدرت إلحق بوقت ونصابت إيشت سويسليكس مع باناما بيبيس مع بعض يعني مش عالنين عنا بس كانت المستندات عندي لأيك وقت كتير تفاجأ بس المعزل انو بوقت غيجينا قلنا انو هدا الزلمة حاكم مصرف لبنان حاطت جزء محاقول كل مصريات وبسويسرا بزليرة بخير لاحط مصريات وبسويسرا كتير سؤال بديها غير انو ما ممكن تتخيل حاكم مصرف مركز بالعالم عنده شركة اوفشور وحاطت فيها مصريات اوكي اتليست لازم يعمل يعني ديكلاريشن يكون مصريح بوضوح بصرف النظر جينا قالنا هك والله وقت التعليقات كلها يتكانت انو هيدا اللي بسبب اللي رب خير وكذا اخي انا عم بقلك انو مش بخير هذا موهم عام عايشك بدي يركب اخر شي واصلين عليه بس وصلنا عليه هون الدراما يعني بس وصلنا عليه بتصير انت يعني مهور الاحساب مين بدي حمل المسؤولية بتحملك بصير هذا يتهم هذا اخش بتوصل فيهم الواقحة بيقلك انت اللي بتحمل المسؤولية ليه ما بتحكي عنه الورياس سلم تقوله انت بس صريح بس انا اللي كشفت حسابه بال2016 وانا لجعت بعز دين الثورة معكنة جزء من فريق من ودرج وكشفنا لك مش بس حسابه بس اكله بس اكله بأوروبا واللي هي جزء من الملاحقات اللي مع مو انت شو عملت غير انك عملت معه بنك سيدرس بال2016 وركبت معه اجهد الخطة الحكومية ع ابراهيم كنعان شو عملت غير هيك فيك تخبرنا بالتفاصيل شو صار شو عمل رياض سليم للاشخاص اللي بارك ما بتعرف اللي 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 يعرف وين راح مصري يعني يعني انا بعرف انه عمل شي بسماء الهندسات المالية ما بتدع ان انا الخبير اللي بيقدر يشرحها بشكل تقني فيه اشخاص بسهول هيك واللي هو شي مخص بالعملية المصرفية بحجة انه بدي خلي لدولار الف وخمس وكل هاي الكزبي والسالفي اللي بيقولك قبل 17 تشرين وبعد 17 تشرين كزبي لانه تهريب الودائع بلش قبل 17 تشرين بكتير وهذا مسبت وفيك تفوت على الدايجرام وتشوف طبع الاصول الاجنبي وبيبين عندك ببين عندكم بوضوح هذا الشي واخترعوا كزبي قبل وبعد 17 وعالم صدقتها ولي يعني بين أنا هون عم نظر على العالم وهاك أنا والدي زلمي فأنا عمره عم بشتغل بالخليج قطاع المصر في الجان هون كما وكان ضاب بهالقرشان مشان آخرته وكان عنده قطعة أرض باعة قبل الثورة كم شهر وشو المصاري بيع رابطه بأمريكا بس أنه أجو يعني مش فرش من أمريكا لهون بس هو يثق بالنظام المصرفي أنا كله وقت بي ما تصدق بس بي ابني القطاع المصرفي يثق القطاع المصرفي والأ صريعت ومحبوسين بالبنك ويمكن البعد عول 17 20 يحولون عن لبنان بالقوة واللي قبل قبل كم شهر جيبهم من أمريكا لهون هلأ بيعطونا يعني 400 دولار بيعطوه يعني 400 تانية على 12 ألف تخياد اليوم من 32 ألف يعني أنه بيش عملوهم العالم أنا قلت هذا بي وكتير ناس بعتقل نفس الشي وأقارب ما صدقوا اللي أنا قلت أنا وغيري إلنا بوقت أنه نحن رايحين على المهوار أنا سحبت بتذكر وقت تعويلي لأنه فلات من جديد ورجعت سحبته مثل ما هو قلبته دولار واخسرت فيه سحبته من البنك رجعت ووقت بس سحبته من البنك عرفت أنه في مشكلة كبيرة سيارة دي غري فيه وقت آخر لأنه مرت بدت ولدت شديد وقد بدت سيارة كبيرة لعيني شريت سيارة بوقت سحبت تعويض رحت على المنك بدي أسحب دولار عنات لحوالته من لبناني للدولار على مراحل قد بيحولولي رحت سحبته قلولي ما في قلت له شو ما في ومش هالمبلغ يعني المبلغ صغير عم سيارة شو سيارة ما جبت فراري سيارة عائلة سيارة عائلة هم هم في من هالفرع لهالفرع لهالفرع اخشي اخدوني عالفرع جايبينهم واضح جايبينهم من عن صراف هك حطينهم بكيس أسود عطوني يوه مبلغ أقل من عشرين ألف وقت أنا أم طلع فيي طبع البنك أم قاللي وضع صعب شو قولك عم تطين الدولارات جايبهم من عن صراف بالبنك أنا عم تطين الدولارات من عن صراف شو قولك بكيس أسود بكيس نايران واضحة كانت واضحة واضحة وانا عن جهات اللي أنا بديها بتدعي أنا عندي رؤية وبشوف عمل لك ما بتدعي أنه بفهم بالاقتصاد هيدا ايه سنة هاي 2018 2018 واضحة واضحة كانت واضحة وقتها كان عم بيصير في عالم قولك شوفوها غيرك مثلا وساق يعني لا لا اللي شوفوك كتير صحفيين حكي ومحمد الزبيب مباح صوت صح تحيي له لا انت مثلا بتحكي عن هول الموضيع وبتطلع كل نهار الجمعة بتحكي عنهم من وين بتجيب الجرقة والطاقة كرميل بتحكي عن هول الموضيع انه أكيد بتتعرض للتنمر بتتعرض للتهديد يعني أمرار كمان هددوا لك عائلتك زماني غلطة طلعت على الجديد كان ملت تحكي عن الموضوع لك كل الطاقة بجيبها من طاقة السلبية تعيتهم يعني يعني هني كلمة يعني أنا أوقات بكم ممنة وكتير هيك بقوموا هني بيستفزوني بقوموا أنا بشرقت يعني يعني جزء يعني هني بغزوك 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 بتحول الطاقة السلبية اللي عندهم لأنرجي بيبيت الوصف بالأصر الجمهوري بمجلس النهوري كلهم كل أنا بات سوفهم عصبين بمبسط بكيف يعني كل ما ببين هده الشي ومشانيك على فكرة انتبهوا هني هده الشي صار يخفف ردات فعل وكل حزب بيعمل معي بيعمل معي الدورة يعني بيعمل دورته معي يعني مثلا ببلش مع حركة أمل ببلش ومع اخر شي بيكتشفوا هذا كل ما تستفزوا وتحركش فيه رح يجعي حركش فيك ما فيه لأنه طالما تحركش فيه انت عم بيحركش فيك عم تعطيه الدوافع اللي يكمل نفس الشي العونية كله 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 عمل معي البرمة طائر المستقبل كله عمل معي البرمة اللي هي طبعا أنه أول شي منجرب بصير أوه الاشتفى بصير يسخفوا فيه ببع فكرة لأ في منهم مش كلهم ما طلبوا مننا كليا يعني بصير عندك بصير العونية بعضهم بصور الفانيلا طبعا ما عرف وش بتقلت أبو فانيلا أنا مفروض ازعل يعني بس أبو فانيلا ما لازم يلبس بقى فانيلا أنصورة أنا نشرح أنصورة أنا نشرح عندي على الصفحة بتقللي أبو فانيلا ده أخرك على راية المساروي يعني أنت عصرت 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 أبو فانيلا يعني واو سو كرياتيب أنت أنت ببرنامجك يعني اللي بتعمله بتشرح البيوريقراتية الدولة اللبنانية وبتكشف الفساد يعني بتفوت بالتقنيات بتفوت بال بتفوت بال يعني بتعمله وبعتقد هلأ يعني لبناني شوي ضاع لأنه الدولة اللبنانية بكل أركانة بتجرب بتعزز هيده قصة المؤامرة وفي مؤامرة وما في مؤامرة و يعني يضيعوك فيهم إذا فينا يعني ناخد خطولة وراء وتحكينا قوي شي عن موضوع كتير بيهمنا اللي هو تفجير مرفق بيروت وأكيد بيركز على كلمة تفجير لأنه فجروا فجروا يعني فيك تشرحنا بالزابط كيف نحنا وصلنا لهون لأنه اليوم السردية بالبلد بطل بننجرب نفهم مين فجر بيروت ومين قتل اللبنانية هلأ اليوم كل الحديث حوال طريق بطار قدمي عم بعمل شغله مش عم بعمل شغله صارت برشنالتي كمتل بس يونيورس يعني حوالوا النماش لهون لأنه بس طبيعي استنزف يعني ما هو يعني الموضوع يعني عارفاني إن كان إنه حيخلو يروح بهذا المحل ليأخذ يعرقلوه لما يأخذ قرار ظني ومين وايل بس يأخذ وقت بقدر أخذ النقاش على هذا المحل شوفوا أنا الانفجار بذاته ما بعرف شو ممكن يكون سببه ممكن يكون عمل أمني ممكن يكون أو لا بستبعد قصف لأنه يعني ها بتستبعد القصف لأنه مصور من كذا ما يلي يعني يعني كيف ما قدرت شوف القصف بس عملت بستبعد ما قلت أنفي كليا أوكي دايما هذا وانا عم حلل بشي بحلل فيه منتلاق من دايما فرضيات وقداش يعني الفرضية عليها أدلة تعززة أو مؤشرات بس خلينا نقول التالي أنه شو ما كان هادي ال شو ما كان سبب الانفجار واحد ولا حريقة فعلا هو بس ماسو شو عارفش اسمه شرارة عملت حدا زرع عبوة حدا زد قبلة ملوتوف عملت هالقصة أو انقصفنا بشي شو بعرفنا شو هو من البحر أو من اللحيم أو اللي هو ما قلت لأنه هذا أكتر انفجار بالعالم يمكن مصور من كل الزوايا السؤالي هو شو كان عم يعم وتحت يعني المشكل الأساس انت لما إذا نقول بابلو إسكوبار كان عم بيهرب كوكاين عبر المرافق بأمريكا بيكون في مشكل على مستوى انه عم بيهرب بس إذا وصلت في الوقاحة انه يخزنهم على البور بيكون عندهم مشكل مع بابلو إسكوبار طبعا عم بيليه حقوق بشي عندهم مشكل تانية مع هيدا الشخص اللي سمح له يخزنهم بمرافق صح أم لا فبالتالي أنا أين كانت الجهة التي حاولت تهريب هذه المواد إلى لبناء سواء بالغلط أو عن قصد الثابت أنه هو بقيه ست سنين عندنا والثابت بأنه في حد عم تجرب كان أول ما صار الانفجار يستهبلنا ويعفوك أتذكر لما طلعه وقاله بخمسة أيام بيطلع التحقيق أنه يستهبلنا ويجي اليزقوها بقادة العجلة أنه يلبسوا إياها كل يتلق له أنه آما هو كأنه من رأسه يقرر ينزلون وأنه يعني صار يكذبوا على العالم بعدهم هلأ بيطلع بيكذبوا على العالم ومعهم صحفيين بشي بقولوا هالبضاع كان محجوز عليها هذا هذا هلأ هلأ بأنا بطلع مسمعه طلا أنت هاك بخي في حد أدنى في حد أدنى من الضمير الإنساني لما الفجعة بتكون بهذا الحجم في حد أدنى من الضمير الإنساني كيف فيك تطلع تكذب على العالم بهذه السهولة شغلة فيه وراء فيه تطلع بالورقة مكتوب وان في حجز قضائي على الضمير ونريشن موجودة من قبل الانفجار تبه يعني هن كل واحد كان لأ أنتا ما يدق فيه من لهو الغراب وأنه لا ما عم تقفل ما عم فيه حجز على الضمير مشانك تحقيقة من الدولة مسكور في حجز على الضمير بعتقد بعتقد ولما صار الانفجار طلع بدري ظاهر على الأوتيفي قال ما هو في خلاف بين شركتين علانو الضمير ما فيه خلاف ما فيه خلاف ما فيه خلاف ونريش عم تقول فيه حجز على الضمير الحراس بعدين صار بدي برير لا الحراس قضائي لا حراس قضائي ما معنات حجز على الضمير عم بيكبل المسؤولية بعض يعني عم بيبأ وطلع صاد حرير يقول تعارفوش يعني عساس هو يعني يعني لنه بغى الفتح اللي بيعرف يعني تعرفوش يعني قرار قضائي مشينا يا ما عنده مستشارين يقولوله انه هيدا قرار رجائي او حتى حزب الله عبر امين عام وانه ما صار يطلع يحكي شو بهذا طلع طلع انت شو هيدا شو عم بيحكي بالقانون تخبس بالقانون عم بيخبسه عم بيخبسه رسمي ليه ما بيطلع المحاقق العدلي بيكشف التقانون لانه قانون اصول المحاكمات الجزائية بينص على سري التحيات لانه بيتحاكم القاضي اذا كشف هذا الشي السؤال انتو ليه ما بتخلوه يشتغل مش هنطلع القرار الزني ساعة يفرج يكون عم تاريخ كل خطو بيجار بيخدها بيستاذع حدا بيوقفو يعني ما بيخلوه كافي اللي ما بتوقف قائد الجز خلطوه يشتغل الزم ساله السنة ساله السنة اجا بكنون 2021 ما اول ما بلش يفوت جد بلها ده بلش وحطوله عرقيل الاساس بكل موضوع المرفق هو مش انه بدي قول منظومة الفساد تبين انا عم جهل الفيالين لا 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 منظومة الفساد بمعنى بانه سواء كانت هذه البضائع معدة لانه تتهرب على سوريا ليه هو او بالصدف وبالغلط وصلت لعنده وتقرصنت نعم بيلمح بوتين او هن وقيت وبالغلط بقيت الاحتمالات التلاتي هالفرضيات التلاتي الاساس انه اش انه في منظومة فساد مسؤولة عنها هذه الطبقة السياسية جمع مع من جاهل منظومة فساد هي يلي سمحت لحدا بانه اذا كان هو فعلا عمله عن قصد يتجرق ويقرر يخز النترات الامونيوم على البور بين الاحياء السكنية او يكون خشيم لدرجة انه يتركهم بين الاحياء السكنية اتنيناتهم بالنسبة لقلي هني واحد الاحياء لانه منصدر ومصدر وتفقى وكذا هل قدي يعني على فكرة بشكله تقريبا مش عارف قدي بمدي اعطي ارقام يعني بس اربعين خمسة وثلاثين بالمية او اكتر من ارادات الدولة لقدي بورو مطار وعملوا مزراب انت مفروض تكون انت عم تجيب ناس عندهم كفاءة معينة اللي يحولولك هذا المحل لمحل بيجيب لك رابنيوز هني بكل بساطة اختاروا اشخاص كفوئين بانه نلمولهم اختاروا اشخاص كفوئين صحيح بس كفوئين بشو كفوئين بانه يحولوا بور بيروت الى قجة مثقوبة لاتمولهم حملاته الانتخابية في هذا التاجر الفلاني عنده بضاعة قطع له اياها هذا بيدعمنا بالانتخابات كيف بتصير الاساس في منظومة كاملة ايضا تستفيد من التهريب لاهداف لاسباب واهداف تانية كله كله تقاطع مصالح موجود تحت مستر بانجمين فرانكلين هو بيل كل تحت هو بيل كل واشلح وانت صارلك من الفين وثلتعش تشتغل الفين وثلتعش عموضوع مرفع هاي هاي شو يجي الفين وثلتعش لما نزلوا وضربونا وسحلونا تحت موتريت الجماريك ويلي انا بتشكر وتنسلت بالميجافون بوقتها اصلا قبل مننا كان طالع ميشان عون لما اكشفنا اول مرة عن البور ليلة انه كان الترانسيتار اللي كاشفينه وواجي فقال انا بده هي كنت تكمله وتروح للاخر هو كان بحسابه بتكمله للاخر لحد ما استلم انا رئيس جمهورية بس استلم رئيس جمهورية خلص يمشي حال البور فكني شغال عنده ومش فهمينه هو شغال عندي مش انا شغال عنده مين بمين المهم بوقتها نحن اكلنا قتلي بعد كان سرى اربعة ايام روسوس فيت اه 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 22 نحن اكلنا قتلي ب86 على اما ما في بوقتها نحن نعرف عن روسوس ولا هني بالضرورة يمكن كانوا بيعرفوا شو فيها او يمكن كانوا بيعرفوا ما بعرف بس نحن ما كنتنا نعرف بس اللي بعرف انه بوقتها انا بعد ما اكلت قتلي صح لوني مسحوا فيه الارض طلعت وقت العانة ما اتذكرت اسمعيا هذا بس لما نالوا لهذا العقيد براهيم الشمس الدين بس بوقتها قلت شي تاني قلت له لشفيق مرعي انا بدعيك انك تقدم استقالتك لانه اللي رح نكشفه رح يخلي الامهات بزق عليك عموقتها سألوني قامتين قامتلون انا نحن نعمل دعاية لبرنامجنا ما هذا كمان وقتها كان فيه برامج كومودي طلعت ما اصخر علي قال له انت عموقت دعاية انت طلعت ومعسس انه انا 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 بش تلفزيون مصار في النظر هلاء بوقت بنكاة 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 بس انه عمليا انا هايك من البرسبكتف تبع انه انا جيت كشفت تلكم هالقد قصاص صورت تلتعشر مرائب جمرك عم بيقبضوا بعهده وقضية ادوية السرطان مزورة وكذا وهيك بتقوم امعكام بالوكالة هيطوب الاصالة مين كلهم حزب الله وحركة امن ووقت ضيار المستقبل كانوا موجودين من خلال تمام اسلام كلهم والاشتراكية كلهم كيف هذا كيف بدي طيار وطن الحر كسا تكون سيناء كيف بدي ملف يعني بقيت لك بقلي وقل فعورا تلو انت هذا الملف ادوية سرطان مزورة صيدليته بعد فاتح كان هو وزير الصحب بوقت قال لي سألت عن هذا الملف قال كم بالقضاء خرج هو لم يعط قال لي هده صحة الناس وامن الناس وكذا قال بعدين سألته قال اعدنا تكوين الملف وارسل زلم مات زلم صاحب الموضوع مثلا بطل يعني يعني زلم مات بس هو الرئيس بلدي خلال هذا يعني كان عليها قدر السرطان مزورة عمل الرئيس بلدي الآن زلم مات والدولة بتقلي بتقلي العالم لانه ما بده تصدق وما تصدق ما لأنه ما عنده ثقة العالم بقى بالدولة ومؤسساتها وهذا شي كتير خطير هيدا شي كتير خطير هلأ بهامش منه انت عم تشوف عم تقلي ان العالم عم بتصدق اللي نقول الصحفيين اللي بيصيروا بقدموا ادل ومستندات بس الاخطر منه لما الدولة تتحلل هو شهد المطلوب لأنه الدولة لما تتحلل ويصير في عندك احزاب تاني مقابلة عنده مؤسسات أو عنده بصير العالم تروح لعنده هذه الاحزاب بوصفة وهي المرجع وهذا موجود هلأ يعني هو كان موجود بس كتير زاد هلأ الحل هو شو يعني الحل الثورة على الأرض كلمة العالم تقدر تناضل لأبسط حقوق ولا لازم نرجع نشتغل بالمؤسسات اللي لازم نرجع نعيد سأة به هؤل المؤسسات ولا الاثنين لكن تكون في انتصاد لأنه ما عمت عم الشغل لماشي لكون واقع أحبالي شيء من أول أنا كصحاف أنا بشتغل من أجل مراكمة الوعي عند الرأي العام وهذا شفت يعني نحن نشتغل لألفين وعشرة ألفين وتسساطاش وما كاننا عارفانين هكتلا فجأة في جمهور كبير فجأة اكتشفنا وهذا اللي بسميه يعني التراكم الكمي اللي دي يؤدي إلى تحول نوعي بلحظة معينة بس بما أعزل عن هدا الشيء باللبنان أنا واني مؤمن بأنه بلد الحلول فيه ممكن تكون من خلال الثورات الانتفاضات هي جد مهمة لتعمل تحولات ولكن التحولات بالبلد نفسه ما راح تكون تحولات جزرية يعني راح تكون structural شي بنيوي الإصلاح هذا بدي يصير على مراحل و stages يعني بمعنى أنه لأنه أنت إذا بدك تجي تطرح حلول جزرية للبلد أول شي خلال نقول أن الثورات أنا ما بعرف أنه في ثورات ما عقبها حرب أهلية بشكل معين دائما والحروب الأهلية بلبنان هي مثل كابسة الريستارت يعني بلبنان الإنجاز الكبير يلي منقدر نعمله نحن هلأ وهوش إنجاز يعود لألنا هذا بسببه أن الدول الإقليمية والدول الدولية اللاعبين الدوليين ما لهم مصلح يعملوا حرب أهلية أنه ما في حرب أهلية طالما ما في حرب أهلية الذاكرة الجماعية عم تراكم تجارب ومآسم على الطغم الحاكمي وهذا ومشان هيك لاحظ 2011 2015 بعدين 2019 وهلأ ممكن بعد 4-5 وانتفاضة تاني المهم ما تروح باتجاه الحرب أهلية تعمل حرب أهلية تعمل حرب أهلية تعمل ريستارت كيف تعمل ريستارت يعني العالم تنسى مسانك يعني عندك أنت عندك كان من 43 إلى 58 حرب أهلية صغيرة عملنا ريستارت 58 لل شو بيسموا لل 75 كمان حرب أهلية وريستارت عم تحكي كيف بدل وان البدلات الزيتية إذا أنت عندك مش خلص ما بيصير هذا أمير الحلب بيسترم بيصير أمن أنت بدك الأمن بدك الأمن قبل أي شيء والأولويات تتغير ومين بيحميك اللي كان هو نفسه أنت عندك مشكلة معه أن يكون عم بيسرقك أو 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 خلص وبترجع بتنتج قيادات بيعملوا بتنتج قيادات تانية ويرجع عندك عمليا حتى بالمرحلة إذا بدك 75 إلى 90 هي حرب بيرجع عندك من التسعين ورجع صار عندك كمان بفترة اللي هي حرب الأهلية الباردة اللي شهدناها يعني اللي هي بالألفان وخمسة كل 15 سنة آه ألفان وخمسة اللي عملية نحن شهدنا على الحرب أهلية باردة وكمان عملنا أو الميني حرب أهلية اللي هي سبعة أيار ورجع أنت عندك بيسك بتحسبنا ألفان وخمسة الألفان وعشرين هلأ هاي الخمسة عشر سنة اللي مفروض نعم فيها هلأ ما هم يصير في حرب اللي صار معن هلأ بهال 2017 كان شيء ما بيشبه اللي صار قبل مشان هيك سبعة عشر تشرين هالقد أهميتها انقسام ما بيشبه الانقسامات اللي كانت تكون موجودة من قبل يعني بمعنى أنه بالألفان وخمسة كان في مشاكل وغا بس رجعت تحولت نسلم مسيحي خمسة وسبعين نفس الشيء أنه كمان تحولت نسلم مسيحي ألفان وخمسة اتحولت سني شيعي هلأ مانا هاك عم بيعمل مانا هاك كيف ما جربوا وخلوا بقى وقت سبعة عشر تشرين واحد من ألمانيا سب مش عارف مين وانوه هاد عفوق وانوه هاد اللي فجأة البلد كل العالم تحكي فيه اه كل العالم تحكي وووو سب مش عارف مين وانوه دخلك هادا شغل أجهز بصار في النظر هلأ ولي صار بالطيونة كمان ما عم تثبت معهم بعده لأنه لأنه الهم الاجتماعي ضغط كتير فما عم تثبت معهم وما عم تثبت معهم هلأ كمان سبب بأنه دول إقليمي ودول الليعبين الدوليين ما قالوا مصلحة بالحرب الأهلية ليه هلأ ما عمدوا مصلحة بالحرب الأهلية لأنه بالنسبة لأ خليه هاك بلد ميح لأنه تبه لأنه انت ما قالوا مصلحة حتى يشددوا للطبقة السياسية الموجودة حاليا هنا بس ما قالوا ما خلص يا أما كارتون خلص قطع أو شي منهم يعني بالآخر هلأ أنا يعني هون عم حل المعلومات بس أنه بالآخر الدول العظمة أو الدول الإقليمية علاقتها مع اللاعبين المحليين شو بتكون قد يستفيد منهم أنا إذا بيعمل لي قلاق لو وجه على رأس أنا شو بتفيد عمليا الحزب الوحيد يلي عنده مشروعية من عم بيحكي من أحزاب السلطة يعني عنده مشروعية شعبية هلأ والحزب البقوة مشروعية شعبية تستند لعدة عوامل فيه جزء منها يرتبط بالمصدقية وجزء منها يرتبط بأنه بالتمويل والقوة واللو بالدكي فهذا الحزب الوحيد يلي خلينا نقول نجا من 17-20 بأقل الأضرار كأحزاب السلطة بقية كلها ما كانوا سمد ولا تك شنك دايما مطلع ما أقول أنه يلي حمل منظومة هو حزب الله لمصلحته الخاصة أنه أنا اللي بعرفه أفضل من اللي ما بعرفه كيف يتحارب هيك منظومة ما فيه يعني إذا الدول الإقليمية هلأ ما عم يدعمه فيه سأب المجتمع المدني وفيه سأب العالم يقدروا يعملوا شيء ما أول شيء المجتمع المدني هذا شو بدي أعمل أول شيء كل مصطلح كله سوى مجتمع مدني يعني لازم خلص هذا كأة 2015 لازم تصير فيها حياة سياسية مش هلأ هلأ فيه ناس بتعب وقولوا منا نقاطع الانتخابات لأنه إذا شاركنا بالانتخابات ومنعطي مشروعية للطبق السياسية على أساس يعني هني ناطرينو ناطرينو ومعنجون شعبية ما يكون واحد تكون واقعي بطرحه مشاركة بالانتخابات ما هو أساس العمل السياسي والاحتكاك معنا عالم مش أنت من أول الانتخابات بدك تشارك فيها تربحها معنون ما في اللي يفكر أنه لبنان الحلول بتكون فيه ثورية ما هتزبط يعني إراءة بتمنى أنا مش أنه عفكرة إذا صار فيه حلول ثورية وأنا طلعت غلطان ما هيزعل ويقوله ساعتريات طلها غلطان ما في مشكلة ما بيزعل بس أنا عمل لك بالتفكير الواقعي ما هذا اللي رح يصير اللي رح يصير ومواحة بديكون بالو طويل يعني ما هو مشكلتك أنه فيه طرف بهال منظومة كمان بالو طويل يعني بيحكي السجاد السجاد العجمي بالو كتير طويل وإنك بديكون بالغ طويل إذا ما كان بالغ طويل بتذكر به يعني بوقت بعز دين الانتفاضة أولى ماكي وقت عرضنا كان لدينا حلقة وقت كان فيه عالم تحت وسط البلد من كل شيء اللي بتذكره قلته طوله للعالم اللي كانوا موجودين وقت أنه ما يكون حدا عم بتضحك عليكم وكذب عليكم نحنا عم نعمل انتفاضة هلأ مش كرمالنا ولا كرمال ولادنا نحنا عم نعمل انتفاضة كرمال ولاد ولادنا مين مين يكون واحد الأضواق عم حاله فاهمان المجتمع شو هو لأنه هدا الفساد موظومة الفساد الموجودة بالبلد مع أنه والله متلابزوها متلاب مرة ألفوا على عملوا غني زعمة فلوا من لبنان ومش عشو أنه عساس أنه قال أنه إذا ما نجيبهم للزعمة بلبنان منحطهم على باخر ومنخدهم بمشي حال البلد عم تحكى الفساد والمكان شعب اللبناني ما بدي أحط نسب لأنه ما عندي أرقام يعني بس عن جد يعني إذا طلع إحصائي وقالت أنه خمسين بالمئة من شعب اللبناني مشارك بمنظومة الفساد ما نحتفجأ وما عم بحكي هلأ هون على اللي بيعمل خيمة وكذا هو اللي بيعمل هو مي مش عاملوا هو معمول القانون عندنا في لبنان بقى شيئا ما بيك تخلفها أنا عم بحكي على أو اللي يعني قاطع ضبط سار ومش عارف شو بخز لا لا هو برا الحساب بحكي مستفيد من المنظومة يعني مسجل بوظيفة بيقبض عليها هما بيداوم هاك قصة صريحة هالقد أو بيرتشي أو كذا عم بحكي بهذا بالهارد كور كرار شن يعني بس هون مصفين الدولة اللي كانوا عم بيقبضوا بطلوا عم بيقبضوا مثل من قبل لا عم بيقى الالف وخمسة شو بدي أعملهم استثمار مثل ما كل واحد بيستثمر بشي وبيخسرهم كمان بدي تحمل مسؤولية استثمارهم أنا يعني هلأ أوكي طلع فيهم هجي بقولهم طب شو بدي بس أنه يعني لا هو الموضوع الشماتي ولا شفاء صراحة لا عم بحكي سيريسلي لا هو شماتي لا خصوصي إنه جزء كبير منهم يعني أنا اشتغلت على الجمارك أنا من العالم ما بتعرفوه كتير صار ناس من الجمارك أصدقائي لدرجة والله صار خلص ما صورت كتير منهم عم بيقبضوا بس تحي 16 واحد ايه تخيل هلأ ما بدي أقوله كتير أحسى ما يتطمن بلى ممكن إذا يجعب لي صوركم بس إنه الفكرة إنه هلأ تيجي تقوله وعم تصوره وإنه عم يقبض رشوة وهلأ بلد معه فتجي تقوله أنت عم تقبض رشوة يعني إنه وقفت علي نعم مش وقفت علي بس يعني الحجم يعني كان بالقبل أوكي بس هلأ حجم الكارسي بالبلد كتير كبير لا تيجي إنه 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 في لأنه المرائب الجمرك أو الكشاف ويهو منصبه مهم بايدو وإنه عم يقبض رشوة خلص هلأ بصيرت يبدك أكتر إنه في ناس فيجرز أعلى إنشاء ما يتطمن وهذا ما بيمنع إنه نرجع عن تاكتك بس إنه عم بيحكي بشكل عام يعني لا صدقا والله ده عشر سنين عم اشتغل عم وضيها بالجمرك لا من دون مقصد صير في عندي علاقات مع ألد خصومي أوقات ممكن ما تصدقوا وقتبع يوما ما إذا كتبت شو بقولوا مذكراتي إذا كان حدا كتير مهتم مين هني الأشخاص وشو طبيعية علاقتي فيهم وكيف وهذا لأنه ما خلص أنا بالجمرك صرت يعني يعني أنا ويوم مش كي مش إنه ع نفس الموجة بس أنا بفهم عليهم دغري شو بيحكوا هني بيفهموا علي أنا شو بيحكي لأنه خلص عايشين مع بعض صرنا أنا متذكر أول تحقيق عملتوا عن الجمرك أقولي أنت مفكر أنه هذا الموضوع الوحيد لحتى أنت غرقت ماها تطلع وفعلا هيك باندوريس بوكس يعني ورجع الجمرك هو المايكروكوزن طبع لبنان ناين يا حي كل شيء كل شيء إيه خبرنا كل شيء لأنه منحكي بالفساد يعني كيف بدي قلك يعني كيف أنت كنت عم تحكي هلأ وتقلي أنه بيقولوا عن بعض حرامية وبيرجع بيقلف الوزارة مع بعض ما هيك نفس الشيء بالجمرك يعني بالجمرك أنت ممكن يكون فيه هيدا طبع أمل وهيدا طبع حزب الله وهيدا طبع المستقبل وهيدا العوني وهيدا القواجي ممكن تلاقي التاجر الشيعي عم بيروحا بالترانزيتار القواجي ليهرب له واللي بيقطع لهم الوراق هو المرائب اللي بيطيق بالطيار الوطن الحر واللي بيوفق لهم على العملية هو طيار المستقبل كله محاسسة بي الكلمين بنجامين فرانكليم طماما الدودو الأخضر بس يبين تحت الحل كل المشاكل وبيبقوا عم بيشب عم بيشب عم بيشب وانشب طائفي وممكن يوصل دبل الركب يعني بالقصص العلاقة بالسياسة بس في هذا الكونتينير خلص من وين فتوحه كذا 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 حاضر السيد هذا خلص مش الحل سيد بنجامين فرانكليم مش الحل طب آخر الخبر هلأ طلع مش من زمان انه في شركة دنماركية رفعهم مش الدعوة عليها بس لانه كنت عم بتهرب اعتد ايه للنظام فيك فيك تخبر اكتر عن شو صار ما عن كتير التفاصيل صراحة لك لانه يعني من جملة الاشياء يلي واحد لما تكون صحة في استقصائي بيشغل على شي انه ما ضروري كن بفهم بكل شي حتى بموضوع المرفأ زميلي فراس حطوم هو اللي عم بيشتغل على الشئ الخارجي انا بتذكر اول ما بلشنا شغل ساعدتهم للأسي سي أربي بس قمنتلهم مستندات من هون كانوا بوقتها للشي اللي كانوا عم يشتغلوه برا لهين مين يبي ملوك الباخرة ولاني عم بقرأ المقال فعندي ومتطلع على الكواليس طبعا التحقيق بوقتها فعندي فكرة كيف معطيات معيني من هناك بالرايح لانه تركيزي راح اكتر على المرسلات الداخلية ما كتير ركزت بس اللي بعرفه من اللي بعرفه انه هادي الشركة مفروض عليها عقوبات من قبل كان ورجع امكان ورجع عن جديد مفرد عليها عقوبات على خلفية تزويدة لشركات روسية يعني عم بتساعد النظام او عم تعطيه اشي انا لا ما كتير واضح انه صار في لغة مؤخرة انا شفت انه هل العقوبات الاخيرة كانت ربطا بروسوس ولا لا بعدها بش واضح هادي الجزائية فمشان هاك ما بقدر رعلق على الشي لا انا شغله ولا اطلاعي كامل عليك طيب اليوم وين وصلنا بقصة المرفق اللي وصلنا له هو انه فيه ثلاث فرضيات مثل ما قلناه فيه فرضية انه هالبضاعة كان مقدرا لها تأتي الى لبنان كان فيه وفيه فرضية انه هالبضاعة اجت وانحجزت او خلنا نقول سوري انه هالبضاعة اجت واتقرصنت باللبنان يعني اجت وهي كانت مجي يعني انهم تقرصنوها وفيه فرضية تالتة انه قال اجت وبقيت هاك فيه انها هالبضاعة فرضيات وهو عم بفترض يعني انا ما مني مطلع على التحقيق وبالمناسبة هاكي المرر بكي المقابل بولا ولا عندي اي اتصال معه ولا المحاق العدل بس بفترض اللي عم شوفه يعني بالوفق المستندات اللي عندي بقدر شو الفرضيات اللي ممكن تكون موجودة فيه عنها هالبضاعة فرضيات وفيه فرضية اخرى تتعلق بالانفجار نفسه كيف صار ومثل ما قالنا هل هو حريق وحريق فيه حريق يعني ثابت فيه حريق نصور نشوفنا الحريق معمال فرقية ايه هدا الحريق مفتعل ولا عفوي هني بقولوا قال عملوا محاكاة او ما يشبه المحاكاة يعني انا ما اطلعت عليها بصراحة بس انو بقولوا عملوا محاكاة بس من الاجواء اللي سمعتها من الناس اللي كانوا هوني كانو فيه ناس بتقولوا ضلوا انو عدوها لا يزبط الحريق يعني اللي يبين انو الحريق عبود بس مني يعني صدقا يعني انا ما عندي لانو من مصادر مراجع امنية تانية سمعت شي تاني بقول انو لا مش متل ما هني صوروها بس لازم ننطر يعني لازم ننطر لازم ننطر بس ما هو مشكل تكوان بهالنقطة انا لاش عم اقول دايما انو خلينا نركز على البارت اللي قلو علاها بالفساد يعني هدا الشي السابت والواضح الاشياء التانية مشكلة تكوان فيها مثلا انه من الاشياء اللي بقولولو اياها لقاضي العجلي اللي هو اذن او رخص بفراغ الحمول بناءا لطلب الدول انو هو بيجي بالاسباب اللي بعلله وقت قشة الدولة عم بتقولو هاي السفينة عم تغرق عليها بضاعة خطرة ما قالوا لونا متفجرات بتأثر على الملاحة الجوي والبيئة فانو اذا بتريد ما نفضيها بدنا نفضيها مي بالمي هو اعادة تعويم السفينة هو الاساس تعويم السفينة قالوا نوك ما قالوا الدولة يعني في تقرير صادر عن مديرية النقل البري والبحري اللي هي مستلم المرفع سواء الدولة عم تيجي تقولو هايك للقاضي وما في نزاع هون لايجي يطلب خبير يفض النزاع بيناتو في مش هات نظر هلأ هاي بصرف النظر طب هلأ فعني في ناس عم بيجي قلوه لا انت كان لازم تطلب خبير انو ما تصدق الدولة طب ما هلأ مين عم بيحقق والنقاش اللي بيطرح نفسه مين يعني المحقق العدلي لما عم بيحقق الادوات اللي عم بتحقق له مين يعني اعادة المحاكاة مين عملها بخبرات الجيش انو الجيش طب ما مش جيش نحن عليا في سؤال كتير كبير عليا عقاق الجيش السابق انو لما عرف وقالوله انو هوني ترات أمونيوم او هو سأل عنهم افكر بشين يقالوله هو سأل عنهم انو هوني ترات أمونيوم في مجال تقولونا قدانا تيشتو لما خبروه قدانا تيشتو تأكد انو متفجرات قالوا ما بدي ايهم بيعوهن وهذا وما عاد رجوع تابع على الموضوع طب انو انا يعني ما هي في مشكل لش امن الدولي نفسهم يلي عملوا التقرير ما هو المشكل هلأ يعني يعطي العافية الرائد نداف انو عمل التقرير لانو كان لازم حدا يحكي حكي بس التقرير نفسه سيء التقرير نفسه والتقرير هو اذا اللي مسكور فيه بعد من زمان غلطان موضوع حجز البضاعة اسم القاضي غلط كام سلسلة اخطاء ولما بعطوه عن مجلس الدفاع الاعلى هادي لانو طب ضابط ممكن يغلط طبعا انو هو عم بينقول حتى كمان الروايات متل ما عم بقوله لياه على المرفق فممكن تكون الاخطاء نجمي عن هادا الشي هون دور انو يكون فيه رئيس عليك يعمل اشراف على التحقيق اللي انت عامله مواضح انو ما اريه لانو لما بعطو لمجلس الدفاع الاعلى لانو لما بعطو الرئيس جمهوري رئيس الحكومة بعطو بعنوان باخرة محملة بنيترات الامونيوم سفيني مفرغة من ست سنين ستة خوتار سفيني مفرغة من ست سنين بيبعطلهم باخرة محملة بنيترات الامونيوم ووصل عمقطع رئيس الحكومة اللي بيقل لك قال انه هو جوجلة اخي طب جوجلتها ماشي الحال هلنقبسين يقول لك هل لا يعني حسان دياب المسؤول مش حسان دياب المسؤول قال كان فيه قبل وزراء السؤال اللي قبله عرفه جوجلتها طب يا خي ما هو التقرير اللي وصل اول مرة لمدرية النقل واخفته عن عن القضاء هي بوقتها اللي بعثته شركة بارودي طب ما هذا التقرير بيقول فيه انه هذا الليترات الامونيوم اذا تخزن بظروف سيئة بخمسة وعشرين بلد منفجر مندون صاعك مندون شي يعني منفجر لحاله انه مندون صاعك بمعنى بدون ما حدا يفجره صاعك اكيد بدي يكون فيه معه مواد لتفجر بس انه وهن كيف عرفوا هالمعلومة اكيد ما راحوا على اكسفورد او هارفورد عملوا دراسة ورجعوا فيها فاتوا كتبوا طلعت لهم صفحة الويكيبيديا بصفحة الويكيبيديا مذكورين هون معنومات ما هذا عمي عمشغل بس ليمين فنجي قال انه لا بقول اللي بده اياه هلأ بنقليك بس انه هلأ بنقول السالفي العظيم بس انه خي جوجل بش انت حب تقول جوجلتن ما طلعت لك صفحة الويكيبيديا ما شفت لصفحة الويكيبيديا هلأ هو شو برجع بقول يعني مش هو بقول بس انه حسب التسريبات او ما بقف اذا هو عبر محامي قال هذا الشي هو المشكل انه طبع امن الدولة شو اسمه هاده صليبة اول مرة قال لهم تي انتي فهمني لما نزوا كشفوا عليهم لقلوا امونيوم نايتريد قالوا لا سيدنا هوا بش تي انتي امونيوم نايتريد مع انت فهذا ما اجي قللك انا في 2700 تون تي انتي بتنزل تليون امونيوم نايتريد بسيره 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 سمت زراعي هول هلأ سمت زراعي شو كان حد منهم على هولي بسيره يقول لك الجمارك ما خصن تبقى خي ما خصن بال بالنيتريات لا نسلم جدلا على منه خصن بسأل انه هني الراسة والقضاء تخيل واحد يبعت لقضاء العجلي على 6 سنين قضاء العجلي اسمه قضاء العجلي بعت له على 6 سنين قلوه بيعتبر حاله خلص شغله بصرف النظر انه الاضطاعة تصنف على انه بضائع متروكي بحسب قانون الجمالك بعمره 6 سهر مشان هيك الجيش سألون عنهم لانه هو هيك بالقانون بياخدهم الجيش اول شي مشان هيك الجيش لما قالوله انه هم اتفجرات او عطوا النسبة ما قالهم جيبوا ازم من قضاء العجلي قالهم يا عيدوا تصديرهم يا بيعوهم طبعا القيار التالف ما انه موجود وهذا السؤال الاساسي بتراح حاوله بصرف النظر عن هذا كله لانه نقول ما خصهم بالنترات ما انه سريرهم راح نصدق معهم بالسالفي وهو لا انفجر النترات لانه كان محتوى تحت منه فرقاع وغير قصص ومعمل كابتاجون ومش عارف شو كذا خلطوا تكمل خلطوا تكمل وفتايل وكذا وهيك لها الفرقاع موجودين معقول وطلع فيهم قرار تالفة من الفان وعشرة هني مطلعينه لجمارك طيب انت عرفان هالمواد خطرة وما عم بتقول انك ما عم تقدر تشيل المواد الخطرة اوكي ليه تارك الفرقاع ما انا من معرفتي بكيف بيشتغل الجمرك ما في تفسير تاني غير انه من لقيلهم وقته من بيعهم ما في تفسير تاني لمن بيعهم مثلا او بيعملوا كيف زك اول ما زادت العلنية صار يعملوا مبدري وهو ما زادت انا شفت فيون العشب العجاب وقتها هي قبل بيصير قولي قال قال كان عامل مشكل على عفش بات وماء وملاقة نترات الأموني خايمة مش عفش بات هيدا انا جيت قبل ما ينفجر المرفع طلعت انتلك عم ينسرق بضاعم مرفع بيروت هو اضحى مصورة بالكاميرا بدري ظاهر بيجي بقولوله هيدا الكونتينر بيجي بيعنده واحد بيقولولك انا اشترات من عندك المرة الماضية كنت يشوف المستوى انا اشترات من عندك المرة الماضية ومفكرة كاميرا فوتو ما عارف انه فيديو انا اشترات من عندك المرة الماضية كونتينر فيه تسعين موتوسيكل طلع فيه بس تلاتة وسبعين موتوسيكل شو بنا نعمل قال له مش مشكلة هلأ منحلة ما ناقشوا اذا ما هو حق ولا لا دي غري عارف انه ما تخيل. اخير. قال له هلا مشوف شو بنعمل كزا. ايجا فشأة في ثلاثة كونتينيرات عم يباعوا ادوات منزلية. قال له ايجا واحد عم بيوصل الوصل بالمزاد للاربعين. خمسة واربعين بيجي واحد. بقل له بياخدوا منك الخمسة وعشرين بنسة موضوع الموتسيكليات. قال له خدوا. اوف. بيعكل العالي عاكم. لو اخير فيه سبعتاء. هول مصفين دولي. مدير عام ماذا? بس انت القصة وان هون? انه فيه موتسيكليات مسروعة. مش انه مثلا دي في ار. موتسيكليات اخي كيف طلع من البور هيدا. ما فتحوا تحقيق. ما فتحوا تحقيق. العقيد سلوم اللي موقوف له. بخبرات بور بيروت قال اللي ما كان عارف انه فيه نيترات امونيوم. ما احدا عارف ازان ايه. اه المعنى الموضوع. هذا. بيان معنا. رحنا شفنا المزادات المعمولة. الشوفير طبعه كان في واحد شاري سيارة مينيكوبر يمكن او شي منها ب13 الف بالمزاد. خلوه يرجع. خلوه يرجع يعني هو اشتراها. خلوه يرجع رجعوا باعوها ب3000 لشوفيره لعميد سلوم. شو بتعملوا فيهن? لحظة اصبع بالنسبة لقالهم. هن النيترات مش لقالهم. اوكي. ولا ما بعرف ازا كانوا بحابين يخيلوهن وما حدا خلاهن ولا. دا بيبين بالتحقيقات. انا ما عندي جواب عليك. ما بنعرف ازا كانوا ال 2700 طن موجودين. يا عمي بالمراسلات. انا مرة قبل ما اكون عارف فيها هالمراسل طبعا الامن العام. عملت الحزبة. انو خيه ازا بدك تنزل 2700 طن. كيس. هو كل كيس طن. وازا بدك تنزله وبدك تجيب رافعة. لنقول جابه رافع تاني يا خيه. وسألت دقات للي بيشتغلوا بالرافعات. ادا بدك لتشيل. حساب تكتلع بدون يشتغلوا تقريبا شي 48 ساعة ساحة بوحدة اللي ينزلوا 1700 طن. بالتقارير تبعولهم بست ساعات نزلوهن حطوهن عرصيف. بتقارير الامن العام بقولوا انو الرصيف رقم تسع كله ما فوتوهن دغري على العنبر اول شي. الرصيف رقم تسع لهو بوجي العنبر. امتلى كل اياته خيه. عملت الكالكوليشنز تقولي ما بيشتغلوا. يرى انو ما فيك تنزل بست ساعات 1700 ما بيشتغلوا. بس انت القصة وان. هاي موجودة بمراسلة فضوهن عرصيف يعني انت بتخيل. شو بيقلك قال يسرقوهن باب العنبر ونخلع. لك هو بقوا مشروحين على رصيف عشت ايام. يعني كل كاميون ممكن يكون هو طالع. بياخد شوية. بتحط لك معه كيس ما هو حجم صغير حجمه. مقارنة بوزنه. يعني الف طن انت بتقول الف طن. الف طن كيس. هل بيش مهم مين حطهم مهم مين فجرهم. خوا عارف انو في حدا فجرهم. كيف ما بنعرف. خلص. ما اخا انو تبع دايما اول شي هاي كانوا عم جربوا يبعدوا عن موضوع الفساد. بعدين استسلموا لا لا. بس لما بعدين صرنا مننطالب بالوزراء والنواب ما قابلوا فيها هنا. اول شي قالوا منعمل معكم تنازل. انو انو بدلي ظاهر شفيق معي حسن قرأي تيم عبد الحفيز ايسي هولي. اكتشفوا انو العالم لا. انو هو بيتوقفوا لا. بس هو بداية. مفروض يتوقف. او على القليل يتم الادعاء وينبعد على التحقيق ورا اللي اعلم. انهم عم تدقوا بالعصب المفيوزي. ما بتزبط. مهم. قال شو بيقول? بيقول انو هاي اللي بضاعة انسرقت. مهم نعرف مين اللي سرقها. ومين المسؤول عن اللي سرقها. وبيرجع دغلي وراها. بكعبة بيقول جملي وراها. دغري دغري بكعبة بيقول. وعقل حال بدلي ظاهر مظلوم. يا خيه انت شو مفكره لبدلي ظاهر? مسؤول كان عن شو يعني. اذا هو ما عارف انو مدير عام الجمارك مسؤول عن المرفق عنده مشكل. عندما عم بعمل شغله. لأ انو هو شو مفكر انو حتى ما لا لا العالم تفهم المداخل والمخارج طبع البور. عليها عسكر للجمارك. وعسكر للجيش. يعني في حجزان انت بتقطعون. حاجز. بسموه الشعب المركزية طبع الجمارك. وحاجز للجيش. وهو الشعب المركزية عمين محصوب بكون. عليهم. لا على الثنائة. حليفه. وما في يجي هو كمدير جمارك يجي يقول انو انا ما خصني باللي هني بيعملوهن. انو مدير جمارك يا مش مدير جمارك. علا اذا عم بيقلي انو البور كان يضاردوا من ممطق او مبدأ الامن بالطرادة. فيطلع يصارح جمهوره بهذا الشي. بس يطلع ويسولف علينا اخبار ويقلنا انو البضاعة عن سرقة. مهم نعرف مين اللي سرقة. ولا كأنو هو كان عندو مدير عام جمارك لبنان. مدير مصلحة مرفق بيروت. كمان حنى فارس يذكره. محصوب عليه هون. هو ايضا مدير اقليم بيروت. كلهم كانوا محصوبين عليه. يطلع يقول كيف البضاعة سرقة. شو كانوا عم يعملوا هو عالمرفق. عم يجلد سوكاجه. شو كانوا عم يعملوا عالمرفق. كيف يعني شو الوقاحة بالتناقض بالخطاب اللي عندهم. عندك انو حزب الله على القليلة. ملتزم خطاب. ما مفهوم شو هو. يعني لا بده مثل العادي يحمل اسرائيل اللي ما بتنسبه. لانو اسرائيل. ليش اسرائيل اجت عملت عمل امني او خصفت. ما بتزبط. ما قادران يمشي بهالسالفة. ولا ماشي بسالفة الفساد. بيقلك مين جاب النيترات. ايه شو بيغير. يعني مين ما كان جايب النيترات. خلينا نفترض. نقولون يا مرة. خلينا نفترض انه المعارضة السورية. خلينا نفترض هذا السؤال. مش هك. هنستعملوا هذه السردية. اه. لا لا ما كتير. قال هو مرة قال بخطابه. قال نحنا لانه عنا ضمير ما بنعمل هيك. لانه قال لا ما عنا ادلل. خلينا نفترض ما هو شو اللي حتير. لانه ازا قصده النزام السوري مستحيل يكون قصده. بيبقى هاي. شو يعني يعني علي حسن خليل. وعباس ابراهيم. ويوسف فينيانوس. ويوسف زعيتر. او غس او غاز زعيتر. وبدري ظاهر. او عم بحكي هو حلفاء. وشفيق مرحة. قولي يا اما متواطئين مع المجموعات الارهابية المسلحة يا اما غشمة. بشكل انه بعززين الانفشارات بلبنان كنو عم بيقدر يفوتوا نترات اموليوم. نقي واختار. ما فيه. ما ما فيك. يعني لا بدون فساد. ولا بد ما بدون شي. بدون انه قضاء وقدر اللي طلعوا وزلعت زحتت من رسانه لا حمد حسن. انه بتصير يا خي. متلهم متل هاللبنانيين اللي انقصفوا بالحروب اللي صارت. بس لا هي مش هي. لانه رح قللك وانا بكير مال هيك عفكرة. قد طلوا هلأ عاملوا لجلتان اهل. في واحدة بتسمي حالة لجنة الاهالي الضحايا. واحدة بتسمي حالة اللجنة التأثيري للشهداء المرفق. طلوا انا من الاولانية بصدقها رغل على عاملين اولا لانه سموهم ضحايا بالشهداء. تيجي بتقصفك اسرائيل تسمي حالك شهيد. احزاب من بعض بيقطل بعض بسمي حالك مش هيك. بس هاي مش هيك هاي. بصرف النظر مين قصف ومين ما قصف او ازا حدا قصف او حدا ما قصف عمل امني ولا مش عمل امني. هادا في شيء قبلهو كلهم. في حدا حط محشاية بنص بيروت. في حدا حط محشاية بنص بيروت. وعملها عن غشمنة عن لقم عن قصد لانه كان عم بفكر بقصص تاني لانه كان عم بفكر بجيبته. كلهم مثل بعض. this is our تشيرنوبل. نحن مت كيف تشيرنوبل. ونفس الشيء نفس المنطق. التكتم ولأ وبالمسئوليات. ونفس نفس السالفة. والتداعيات ستكون نفسها. والتداعيات ستكون نفسها. بتاخد وقت بس ستكون نفسها. واني بيعرفوا هادا الشيء. فيك تشرح كيف صار في شرخ بين اهل الضحايا. شو صار ليه صار في. ما والله ما عندي فكرة. انا صراحة حتى للامانة حتى مع اهل الضحايا. لأنه عم بشتغل على هيدا الموضوع. للمكسيموم قد ما فيه جربت تقلل احتكاك مع اهل الضحايا. اه لكتير اعتبارات. اول شي لانك ما بد يعني ما يعني طبيعي متل ما قلنا الواحد بده ما حينحاز للجلاد بوجه الضحية. بس بس انت ما فيك يعني محل معي انا بتذكر وقت ما صار الانفجار على فكرة. بتحب انه انا كل ما شاهد اه الاهالي المفجوعين والضمار ما شفتها. لأنه انا لم لي صار انه انصار الانفجار كنت ببيتي. وان صراحة كنت كمبلة نووية انضربنا انقصفنا بشيء. انا صدق انا بيتي بمنصورية. او مواجهة بس مش مواجهة البحر بس مش مواجهة البحر بس انه عمليا اه يعني بورا البنايات بيكون في بحر البنايات اللي بعد بس شيء فلا بوجه بيتي بس الفكرة انه لما صار الانفجار وشيء رجت الارضة كنت عمي بليستيشن رجت فكرت كيف يلعب بليستيشن المسكي بترج اذا اش طبيب عارضة او شيء وشيء وشيء همسير هاكي طلعت بولادي وكان وراي بعدان عندي كيرتنجلاس كله فتح. امت طلعت امت هاك طلعت وقلت لا يفتح الكيرتنجلاس عندي يعني بدي كون بدي يشوف الدخنة بدي يكون في انفجار هاك عصفه مقابلي اما لقيت قلت جدار صوت. ما في قلت جدار صوت فوق مين هادا الاسرائيلي اللي بدي يعمل جدار صوت فوق المنصورية يعني. كملت لعب انا. انه جدار صوت. بعد شوي بتقلي بتطلع هاك بلاقي في دخني اورانج جاي من ورا جبل. فتحت الجروب. لقيتن على هادا انه في انفجار على المرفق وقايم الدنيا وقاعدة مش عارف شو هادا. والله انا افتكرت ان كصفنا نووي. انا هادا انطباعنا ايجا اول عندي. انه ما استحيل كي بدي وصل العاصف اللي عندي لهون. ولا خاطر بالي انه معقول كون سوريا يعني. يعني مستوى الوقاح عندهم او الحمراني عندهم ان يحطوا اني تلات امونيوم على المرفق. ولا خاطر بالي. قلت نووي ودغرة تذكرت تشيرنوبل. قيت له لمرتي. قيت له جيبي معيك ايودين. وانا حتى هنصني. يعني انتبهت انه مرتي مش بالبيت. انه كيف بيعملوا بتشيرنوبل. بحطوا ايودين. مشان ما النووي ما يعملوا. هالقد رحت انا. بعدان عم انتابع سورنا. عرفت انا. قاله مسنا. معنبر. معنبر كيميويات. ده قاتلة اللي بعرفون. قال ايه مظبوطة ده منحط فيه الدهان والدوليب وهذا. خاصة انا عرفت يعني هون انا خلص عرفت انه عرفت. بلاشت افهم شو صاير. وطلع وقت عباس براهيم وقال ما يتضحقوا على العالم وهذا. هدا. قال بعتدز مش خلطان قال كونتينر او هيك الاعلام نقل عنده. كونتينر. انا مستحيل. ما مش هيعمل هاد شي. انه بحل حجم. هون فهمت دغري انا. شو صاير. اللي صار انه. تاني يوم من الصبح كنت بالتلفزيون. وكل الليل ما عم ما ما يعني ما بذكر. ما هدا دارين يوم. عم فلفش بالقانون. يعني شو كيف البضائع هاي كيف يتعامل وما عم بالجمارك. وبتذكر ومدوم مبالغة ثلاثة اربعة حلقات. ثلاثة واربعة كل يوم كل يوم. معدل مبالغة عشرين ساعة شغل. ما بدي افهم. ما بدي يعرف شو صايره. عم براجع شو صاير عندي وشو كذا. واتصالات لا افهم. عشرين ساعة شغل. على مدى شي اربعة ايام. ما كنت عم شوف العالم. والدمار والهايدا. بس مركز بشي واحد. هيك بضاعة. بس نحط على المرفق كيف بيتم التعامل معه. وكيف تصنيفة وشو هي. وعم بشوف السوالف اللي هني عم بيحكوها. انه رسلنا قضاء العجل. مش عم براجع بالقانون. يعني شو. كانوا عن الكسبة على العالم. وقتها بدري ظهر طلع قال. مسجلي وعلى طلو يا رجع. انه قال البضاعة كانت موجودة لانه كان في خلاف بين شركتان على البضاعة. فقام قال ايجا القاضي حجز عليها من هون ليحل الخلاف. ما في خلاف. هي الدولة. هي الدولة عبر وزارة الاشغال. يعني يعني غازز عيتر. من خلال مديرية النقل يا عبد حفيز ايسو ايجوا وقالوا بدنا ننزل اللي بضاعة عن السفينة. بعم ما كان صرة ستة شهر. ما في في ضابط بالجمرك ايجا قال لهم. كان صرة ثلاثة شهر. هل السفينة فيها بضاعة خطر عليها. متفجرات كان للاصول. القواعد. المنطق هون بقول. بتخابر النياب العامة. ما حصل هيدا الشيء. بعضهم هلا بيجوا. انا عرجع منك حكيتها وجهة كررة. بطلع هايك بقول. والله في حد. خصوصي الصحفيين. والله في حد ادنى يعني لي. يعني مثلا انا بالمسئوليات. موضوع المرفق. عندي رأي. بمين عنده اكتر مسئولية عدد. او يمكن في رأي حدا ما خصه نهائيا. بس لما يوقف ولا مرة. ادعى المحقق العدلي على حدا. او وقف وطلعت وحكيت وقلت له. حتى على القضاءات. ما هو على فكرة. ما هو ادعى على القضاءات وحوالهم يعني ما. ولا مرة افتحت وحكيت وقلت انه لأ. وكيف. لأنه مستحيل. في حد ادنى. والله في حد ادنى. في صحفيين. يعني والله. يعني بتطلع انا هايك بقول. انت محقول. يا خيب. بفهم يمكن يكون في عندك ناس انت مقتنع منه. ده ما تحكي عليهم. بس. بس. اذا مقتنع ولا بس نقطة غني قاش. بس انه. بس انه. بس انه تصير تطلع وتقول اشي وتزور وتحرف في الحقائق. بطريقة ما بيصدقها. انه. ولا شي انه. اشت التعليمات. هلأ بنقول ان القاضي مسيس. يلا. بنقول ان القاضي مسيس. والله لو بيدرسوا ملفهم. ما بيزعل. يعني انا مصابل لانه ملف المرفق. حافظه. يعني صار براسي. لو بيدرسوا ملفهم. ما بيزعل. بس يطلعوا بيحكوا بصير خبصوا. بصير بيحكوا قصص. ولا حتى ما بيحكوا مثلا اذا. انا مستطبعت وممكن انا عم بحكي بشغل. بقولكم اذا مش واسق مننا. بقول مش واسق منها. او يمكن. لا 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 بس اه. طلع انت هيك. لو خيب ما المستند هيك واضح. اللي عم تحكيه مش مصبوط. انه. هادا شي يلي بده مثلا. لايك بما انه الملف. هو هيك على تصنيف المرفق. ما انه ملف المرفق وملف مسيحي. اعتباره انه اكثر منطقة ضررت هي الاشرفية. حنركبه على القاضي انه هو عم بيكون عم بيتصرف طائفيا. فليجوا مثلا فريق بيجرب يدفشوا باتجاه انه الوزراء الشيعة. فريق بيجرب بيصير يدفشوا باتجاه وزراء السنة. وبيخترع وقاعب موجودة حتى بستطيزبط معه. يعني في منهم انه. انه بديش بديش فت بقى اسماء عم بيان عم فلانا عم التان. انه هيدا المسؤول عن تفوية السفينة. خلو الشفينة اهضم سالفي طبعا اليونيفل. انه انه اليونيفل. انه تلعوا اليونيفل بعطينه للجيش اللبناني اول ما فات السفينة. قالو انه هاس سفينة عنا شكوك انه محمل بن ترات شوفونا شو وضع قالوا نجاش البحرية اللي هي قالوا ما في شي رواب قال لأ هاي شغلتكن لو كند اليونيفل على السبتعاش سفر واحد هذيك المرة كانوا قاطعين بسيارة بضيعة بجنوب ليش حملوا كاميرا شو بيسموه هجموا عليهم العالم بدك يطلع اليونيفل من دون اذن الجيش اللبناني يطلع ممنوع بهو بحسب السبتعاش سفر واحد انت بتطلع بتطلع بتكشف بمؤارزة من الجيش اللبناني بدي يبعط لك اول شي قل لك هو فيه شي بيستدع الكشف ولا لا ما عم دافع عنه انه جميع عم بس هو هاد السؤال اللي بنسأل بعدين شو هاد تنصل المسئولية واخر الشي كل صحن الكشري هاد الموجود مع الان الكشري اكل طيبة بس انه كل هاد التخبص اللي عاملينه انتو انه اليونيفل شو هاد تنصل المسئوليات اللي ما بده ما بده ما بده يعني في واحد لذا ما نشخص الموضوع واحد ارتكب جريمة ما بده يتنصل منه والي هي جريمة ببساطة الاهمال حتى لو كان في قصد احتمالي ولا ما في قصد احتمالي ما بعرف انا هاد بيبين مع المحقق العدلي في اهمال نجم عنه قتل عالم كيف فيك لما المحقق العدلي يبعط ورا واحد تقعد تقول له انت مسيس لانه عملت هيك خيال انا مثلا نقول هني بيجي بقول لي انت انت بتدافع عن القضاء بيش عن القضاء عن القضاء عن القضاء اللي لهم عليها بملب وجهة نظر انا عندي كان وبعد تمسك فيها موضوع مسئوليتهم اللي هي برأيي يعني الاقل بس هل انا ايجي جيت لما دع عليهم للقضاء العدلي او حولهم على نياب العامة لان يكون مستخدم مصطلح الدقيق لانه القضاء بالقانون هيك لا انا مني يحبب بس بالقانون هيك القضاء بيتحكموا محاكمهم اللي هي وعندهم محكمة مش انه محكمة خاصة لانه القاضي لازم يكون اعلى اعلى ردبي منه ما بيسوى يحقق مع يعني ما بيسوى حدا يتحقق مع قاضي يكون اقل منه ردبي بصرف النظر جيت لعت قلت انت يا محاقق عدلي انت مش عارشو مش عارشو لانك بعطت ورا القضاء عم نحكي عن القضاء يعني انت القضاء تحرك ضدك كمان لما كان في انا بش بس تحرك انا قضاء العجلي بالزات غرملي ممكن شي ستين الف دولار لانه حارتنا تحقيقات تكشف فساد طب مع كل هيدا شي اللي عم بيصير هل يعني انت بتوسق بالقضاء اللبناني لا انا بوسق بالقضاء اللبنانيين لا اسق بالقضاء اللبناني في قضاء اللبناني يعني يعني اقلال بوسق فيهن اابا ضياد اي اابا ضياد ومتبق بمعظر ممكن يكون عندي ملاحظات يعني ما حدا بيرفكت يعني ما حدا كامل بس انه وبوسق بالقالية العمل يعني انا بشوفه شو عم يجرب يشتغل فبالتالي يعني طارق البطار او قبل منه حتى فادي فادي صوان انا حتى فادي صوان كنت حط ملاحظاتي عم حل ممكن تشوف انه انه عادي بس هيدا الشي واني ايجي قل له للقاضي انك انت مسيس لمشرد انه هو عم يبعث ورا موكي اصلا شو مسيس يا عم ما هو شو مسيس لا 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 بقصد يعني بيطلع سعد الحريري وحسن وحسن نصراري يعني مين عم حزب الله حسن نصراري بقول انه بقوله عنه مسيس طب انه مسيس لمين قصدي اذا يعني اذا سعد الحريري عم بقول عنه مسيس والحزب بقوله عنه مسيس والحركة بقوله عنه مسيس وطيه الوطن الحر بقوله عنه مسيس انه هو مسيس للقوات يعني ما فعرف عم بحكي جاد لأ واللزة انه المستقبل بيتهمو انه عاوني وحركة امل بيتهمو انه انه هو من سليم جلساتي يا سلام يعني عم جاد في قصص يعني بتتطلع علي انت عم تسمعون انا عم بيقولوها بتقول انه هو كل السالفي على فكرة مثلا الموضوع انه العونية انه ما العونية توقفوا جماعتهم العونية كل جماعتهم توقفوا اللي معنيين بالملف فما بقى فيه حدا يتوقف فيعني مشان هاكي ما عنده النواب ووزراء معنيين بالملف اللي كانوا موجودين فيه فبتصيروا يطلع يقولوا لك قولوا خمال لانه يعني خمال انتوا مشوراني معكم كرمال هاكي عم تقولوا انتوا مع محاسبة لو انتوا كان معكم وزارة الاشغال او كان معكم وزارة المالية كنتوا حتطلعوا تسمعونا نفس نفس الناراتيب اللي هلأ عم تسمعونا على موضوع الجمال وانه مخصن وانه لقوا وانه مجلس المحكم كان تسمعونا نفس السالفي كان تسمعونا نفس السالفي بسرعة كان بتوسع لو كان بيكوضات هو عفكرة حتى بالمسئوليات هلأ هو بيحكم بسرعة بيجي بيطلعون لا ما بيبعطوا رئيس جمهورية لانه النص الدستوري بيقول بانه رئيس جمهورية يعني حصانة بشكل انه اذا بده يتحاكم لازم مجلس النواب يوافق باغلوبية اعضاؤه على هذا الموضوع يتفضلوا ممنون كلهم عم بيحكي كلهم هو حتى اللي عم بقولوا عنه مسيّس وانه لا العونية يتفضلوا يعملوا هذا الشيء ليه ما بيعملوا هذا الشيء رح نوصل عاحد رح نعرف الحقيقة لا لا ما هنوصل لا لا ولا 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 برأيي المحقق العدلي اللي حيقدر يخلو يخلص شغله للآخر يعني او او اذا حتى طلع قرار ظني ما بدك شوفي شو بدي يصير بالقرار ظني طبعا بمجلس العدلي يعني متل قلتها مش متل قلتها بمعنى انه متل قلتها بمعنى الحقيقة يعني اذا مفكرة انه يعني انه حتشوفي ناس ورا القطبان وكذا وهيك الاهمية باللي عم بصير واللي مش هنهاك عم بقول هون اهمية بعكس متل قلتها متل قلتها اذا عم تفكر انه انه هادي بسموها هادي النهايات الهوليوودية يعني مش هاك الموضوع حيكون بالمعنى للعملة اهميتها بانه الناس رح تشوف مين جرب يعرف الحقيقة ومين عرقل يعرف الحقيقة وهي ده اهميته بالانتخابات الحالية والانتخابات اللي جاية واللي بعدها واللي بعدها لانه حدث بحجم اربع قاب رح يحفر عميقا بالذاكرة الجماعية منه شي هاكي بينتسى بسهولة وما انه استهداف لزعيم سياسة يعني محاولة اختيال او اختيال لزعيم سياسة كرمال تتشألب لا لا بالذاكرة الجماعية بدوين ذكر انه في انفجار صار وفي ناس جربت عرقل او عرقلت الوصول للحقيقة اهمية اللي عم يعملوا طالق البطار انه عم بيستسلم هني بالدنيا كان دغري استسلم انه بسك وركبك ان شاء الحال هني هدا اللي كان بالدنيا مانا نقبعك اه ليه هو هو ما استسلم هاد اهمية اللي عم يعملوا انه في حدا يطلع يقول لا وهاد هنا ما معوضين عليها بالقضاء شاناكت لك بتوسق بالقضاء لك بوسق بيقضاط اهمية اللي عم بيصير هلا وحتى الرطعون والرسولات هنه عم بيتأسس لشي عنا انه في قضاء عم يطلعوا يقولوا لا ما حيمشي عم بيحكي عن حالة هالحالة او غير حالات وهاي شغلة مقلقة بالنسبة للي لانه المنظومة في لبنان منظومة المافيا في لبنان تتعامل مع القضاء 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 ك كأداة للجم الرأي العام مش كأداة للمحاسبة لا 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 انه في فلان لفلان جيبوا بنخلعوا دعوا بنحطوا هيك وفي قضاء كتير موجودين غب الطلب جاهزين يعملوا هيدا الشي مقابل انه يصيروا وزراء او نواب او يسلموا مناصب الدولة والاسف في قضاء محترمين كان معروف عنه انه سمعتهم محترمة سقطوا بهذا الفخ وكرمال هيك طارق البيطار عم بيخلق بروتوطايب ولا شيء من خارج منظومة المافيا لا هذا القاضي اللي بيقول لا وهني بيخافوا انه النموذج يتعمم فلهاك هلأ هني المصرين عم بروح يفتشوا على مين طارق البيطار كان مصاحب منه اشياء لا توقل يا اخي اشياء لا توقل يعني وبعدوا انا بعرف انه دايما بيعملوها يعني حتى الانسا هني دايما اي شخص من خارج المنظومة بتجربوا يعمل فيه هذا الشيء سيروا يفتشوا يبحشوا يسيروا ويعملوا عليه لانه ما بدون اي نموذج من خارج الفقاع اللي هني رسمينا اياها اللي رسمناها نقلناها بوضوح وإنه آلهة عن تطشبل بيعملوا اللي بدون اياه خارج مبدأ الثواب والعقاب وهني بيقرروا شو الصح وشو الغلط وانت بيعمل سقافة جديدة فينا نحن نوسق فيها هي سقافة القضاة ليه عم بيعملوا شغلهم غير انه ثقة الرأي العام بس كمان بمين باي قاضي والفكرة انه في قضاة رح يصيروا لانه هيشوفوا انه هيدا الشي بيعمل شعبية عند العالم فالعالم مش هيك بتلاحظ مصطلحات بصير يستخدمونها الشعبوي لك مين عم يحكي عن الشعبوي انت لك مين عم يحكي عن الشعبوي بصير يطلعوا الشعبوي اول شي اول شي اول شي مين بيطلع بيحكي كلهم السياسيين كلهم كان بتهمون القاضي المحاق العدل بالشعبوي اللي انت عم تصرف شعبويا وانت عم تمشي مثل ما بدى الناس اول شي حلو كتير منهم يعرفوا انه هاك بدى الناس اعتراف زلت السام عرفانين الناس شو بدى الناس بدى انه هاك جريمة مستحيل تكون صارة من دون ما يكون في مسئولية للطبقة السياسية عليها نندحكش عبعض يعني بس شعبوية ما انه شي سيء بالمطلق هو السيء لما تكون ديماجوج ديماجوجية يعني لما انت تطلع تحكي بشي وتعمل عكسه يعني لما تطلع انت تقلنا انه انا اذا تحدست طائفيا فانبذوني ترجع تكون مسيرتك كله ياتا انك انت عم تحكي عن حقوق المسيحيين بس حتى انت وعم تحكي عن حقوق المسيحيين تكون عم تشتغل لحقوق جماعتك عم أعطي مثل تمنى نكون عم نحصف هذا الخطير بالموضوع اما انه شعبوية انه انا احكي بالسلوب اشوف شو الناس بدى واحكي احكي الناس متل ما بدى ما في مشكل از لونج از انا عم جرب فعلا انه الشيء اللي بدى اياه الناس حتى لو كان هذا الشيء حكسي يعني انا ناكي بحترم اللي هو يميني راديكالي بمعنى انه شو ازا هو ملا الله خطابه كان انه شو بعرفني هو ضد اللاجئين مثلا ما بقيده وضده بس بحترم خاصية صدقه انه هو مش انه مثلا عم يعمل هيدا الشيء ليوصل للحكم وبعدين يشتغل عكسه ازا هو هاي قناعته بحترم صدقه بس لا احترم قناعاته بس يلي بيحكي شيء برجع بيحكي شيء برجع بيحكي شيء برجع بيوصل للسلطة برجع بيحكي شيء لا هدا لا بيحترم اهدافه ولا بيحترمه هو كشخص لانه هذا شخص بيكون كل هدف بالنسبة للعالم ما انه شايفه الا ارقام وبتضحك عليه وانكر ما ليحقق مكاسبه الشخصية فهون الخطف هلنا عم تتهمهم حقق العدي ليش هو مثلا عنده مستقبل سياسي مثلا هيقول مشكلتهم معهم وانت كيف تتحرر من الطبقة السياسية كيف ما يكون عندك مستقبل سياسي بس يسألوني خصوصي على اول ما بعز ما ترشح على اهدم واحد بدك تعمل وزير لمكافحة الفساد هي اصلا هي الوزارة بحزاتة تفينجي بس انه واحد بعزز تفتيش المركز بعزز بس انه صفر طموح سياسي هيدا بيحررك خلص انا ما مش بيكون تلقطوا علي انه شو بيكون تدقوا انا ما بدي ترشح على الانتخابات ولا طموحي اعمل وزير ولا طموحي اعمل نائب ولا طموحي اعمل مسؤول بالدولة شايف منصبك صحافي استقصائي اهم من كل شي انت بتحكي كيف طار البيطار هو نموذج انت كمان نموذج كتير انت رول موضل صحافي لكتير عالم مش لكل عالم بس لعالم للصحفي اللي اللي عم بيدرسوا صحافي لشوفوا انا دايما بحب كون بهذا المحل خلينا نقول جزء منهم لأقوله في ناس ما بيحبوني في ناس ما بيحبوني معادة بفهمهم كيف بدي سألك تفهمهم لانه بدي اي يا لا ما يحبوا هيدا الاسلوب او يعني عن جد ما بدي اطشك على سؤالك بس في ناس انه هو بالنسبة لقاله هو درس صحافي عساس انه لا يعمل علاقات مع السياسيين وكذا ويتصور معهم ويعمل مقابلة هو هيك او كيف بيحكي ان شاء الله مصد وبيعمل وبيروق بيني وكذا وكذا انا ما بقدر اعملها كمان هو حر بالنهاية عن جد التنوق جزء منه قدر تفهم انه في ناس ما بتحبك مش لأني يعني مش معناته مش ضروري انا هما عم بحكي بس اللي مع الاحزاب في ناس مع الانتفاضة ما بتحبني عادي يعني واحد بدي يكون متصالح محاوله ويفهم بأنه اصلا اصلا سوري استطردت بس لعبة التلفزيون انا فيه استهز جامع بتحفظ اقول الاسم ممكن لو ما يحب الاسم بس حدا مش كتير مشهور يعني بالمعنى المينستين بس وصوت النخب معروف يعني كان يدرسنا صف اسمه بيرفورمانس ان ريديو تيفي اند فيلم بتذكر القاعدة اللي قال لي ياها واللي هي انه التلفزيون اللي تنجح فيه لازم يكون فيه ناس بتحبك وناس ما بتحبك ضروري لانه اذا كان فيه ناس بتحبك بس ناس بتحبك طيب اوكي بيتلعوا بقولوا عنك كل يوم واو تاني يوم واو تالتي يوم واو وبعدين خلص ما فيه ما فيه ما فيه يعني ما انت بدك لا لا تستمر بدك تاني يوم تعمل شي انا بلشت بعد وقت اعمل هوا الستاند او بيتلين كتير اناك out of the box يعني ما بتخيلون بس انه الهدف كان انت بالاخر تطلع بتاني يوم بيكون فيه واحد عم بقول غيرك هدا شو مهدوم بتاني واحد عم بقول لك هدا ما اسأل وما اسأل وهدا بدي يقول ميح وهدا بش ميح وهدا هدا اللي بيخلق نقاش بيخلق دينامية معينة تسمح بانه يستمر الحديث عنك وعن الموضوع اللي انت عانتشتغله لانه الاساس هو الموضوع ما بنياش بديوصل لمحال دخلك عن شو كان عامل هو عن كذا 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 مش انه بيخلص الحديث بس تتخلص الحلقة مية بالمية طماما فبالتالي بغض النظر عن هؤل الاشخاص اللي بيحبوا يتصوروا أو هؤل العالم اللي بيحبوا اذا انت بتقف خف أو لا كما نسألك كيف الwork ethic تبعيتك يعني كيف انت بتقدر تطلع حلقة كل جماعك كيف بتبلش هو صعب مجهد يعني يعني انا ما كتير بحب اللايف عفكرة يعني بخلاف ما يمكن العالم تفكر وهاك انا ما كتير بحب اللايف انا مفضل الاسلوب اللي انا بفضله كيف كنت من قبل يعني بشتغل ثلاث تحقيقات استقصائية بالسنة تحقيقين تاكتك فيهم بذبطهم بشتغل عليهم ستوري تيلينج بتصوير بالاخراج تاخد وقتك اكتر لدقق بالمعطيات اللي عندي وكيف بعرضها واصلا فكرة بالدوكومنتري اكتر صراحة كيف ونرجع نعمل نرجع نغير ونرجع نغير الترتيب لنشوف كيف العالم بتفهم القصة هدا بشيء متحق اكتر بالنسبة للي حتى بالتصوير والكادرات بالكذا هلأ هون شغل مختلف اللي علاقة بال اكتر ومتعب بقى انه انا بعتيك التشبيه هلقلي بس قبل ما قالك ببارت التحذير بس انا بالبارت اللي علاقة بي الشعور اللي بيكون عندي بعد ما تخلص الحلقة هو شي بيشبه حدا خالص ومماتش ملاكمة لانه جسمي اللي قدر تكون مركز كل الوقت وهدا خصوص الحلقات اللي ما بيكون فيهم ضيوف اللي بيكون انا عم بارت فيها اللي بديكون في حضورة ذهنية عندي هدا بيستدعي انه يكون في هرمونات هبتشتغل شغلة عندي يعني نوع الجمعة جسديا بتكون عادية مش انهم عضلوا هيك بس بتحس راسك رحيفة تعرفوا هل بتشغلها هيك وبعدين بتشتيل ايدك عندها بتضول حصل حصل فما بقدر الجمعة هلها في سبط أحد ما بقدر شغل فيه نوه يعني هما مع العيلي أصلا هما مع العيلي هم المفروض يكون دياديكايتد للعيلي بس أساسا يعني لانه إذا بدي يكمل شغل ما نوصل للشي بيسموه مصطلح ويمكن بسموه burn out مية بالمية كتير محلات خصوصية بالموسم الماضي قربت عليه حسات حالي خلص على سيرة كنت بتقل لي مهم تجيب طاقتك كيف تستمر وهكي انا محلات وهني بعتقد مراهنين حتى بالمجتمع بكونوا مراهنين المجتمع يتعب اتعبت اتعبت اكشف فساد اتعبت مش انه بقصت نفسيا بس او انه شو المردود وكذا مش بس انه خلص بصير انه اخر شي طيب انه بدي ارتاح وهذه مراحل تمرو فيها وانتلك 2017 اخر 2017 رحت بدي اعمل travel journalism مشكلتك وان بتصير انه لما تترك بالعالم ما بتقبل انك انت تترك يعني بصير العالم توقفك عالطريق وهاي عم حكي قبل 17 شهن لا مش لا تركتنا بعضهم مفقينك عم تشتغل باني ما عارفه ما هو بيكون طبعا الموضوع اللي انت عامله ماشي مقارنة طب بالبوست اللي بتحطه اللي بتقول ان انت تركت الشغل فلياك في شغلي كان اللي يجب ان تحكي عنه وكذا وتريد تقول له انت بس يا صاحبي انا هلأ يعني عم بعمل بدي سافر حول العالم لك شو تسافر حول العالم انا على فكرة ايلا هالقصة كيف رجعت عموضوع الجمارك انا كنت خلص الناوي ارجع بس ما ارجع حول جمارك كيف رجعت ده قال لي واحد قال لي انا ما بطيقك وما بحبك بس انت هلا بدون ما نقول اللهجة كيف قال ما نكشف من الشخص يعني بس انت خربت بيوت عالم كتير تقول له قال لي اه في غير عالم تخرب بيوتها انا ما بشيك تفل هيك وتشمع الخات وتفل وهذا انت فيه خربت بيوت عالم يعني هالعالم اللي هني يعني يعني موسق عليهم ارتكابات معينة في غير عالم تخرب بيوتهم كيف فاك بتحفل حالك وبتفل وكذا هني هني صدقا اعطيك مسأل جمارك هني ما بدون ياني فل يعني هني ما بدون ياني ما اعمل موضوع عن جمارك خلص صرت جزء من الموند سيستم اللي راكب جوا انه فيه فلان بيعمل كذا وفيه بييجي اخر شي يعني 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 ازعل قد يعني بالمعادلة اللي راكب بيشفوا بعض بصور يفسدوا على بعض ف هذا بيردك على المحل اللي قلوه علاقة بانه كيف بتحضر للحلقة هلأ كتير زنخل شي لانه انا بفضل اخذ وقتي انا ما بحضر للحلقة يعني بفضل قبل ما اعرض اي معطيات لهيك هلأ شو بعمل بعمل مثلا ثلاث اربع حلقات لايت وحلقة دسمي ثلاث اربع حلقات لايت وحلقة دسمي يعني بيشكلي بتصير هي حلقة دسمي بتعمل مثل فولو اوب ولا انا بصير في اوكي هيك ازلك بي لايت دسمي اه مي بالمية لانه ممستحيل حتى انت ذكرت يعني انا كنا البرنامج اللي كان عنا يا من قبل اسمه تحت طاقلة المسئولية كان وقتها هداك وغنيك الكارسي كان وقتها اسبوعيا دوكيومنتري اسبوعيا واحدة وعشرين حلقة دمار 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 رسمي دمار يعني انا بس لن بتذكك كيف قبلت ما عنوان طلع حالي هيك كيف قبلت طبعا حضرنا حلقات قبل وهيك بس قد ما كان اه يعني طبعا بقى فترة كان ست شهر تحضير وهدا بس بالدوكيومنتري سهل لانو انت يعني سهل بمعنى سهل التحضير قبل بوقت بالشيلي على الهوى وهيك ما بتزبط يعني تعد تحضر انت وابا بدك دايما فيه اشي تتركها لاخر لحظة وهيك متعب متعب هذا ما بيسمحلك انك تروح بالعمق بقضايا معينة لانو فيه هايدا الاسبوعية الحجة طبعا التلفزيون دايما بتكون انت بالتلفزيون بدك تضلك اسبوعيا وقالا بتخسر البيس او يعني انا عندي سؤال لك شو بيخليك توقف يوما ما يوم مش بخليني واقف خليني هاجر شو واقف ولادي يعني انا بفكر بانو يعني خلص اذا انا بدي افكر انا بني مثل السياسيين اللي بيكذبوا على العالم بصير قلولهم للعالم الكرامي والعزي ومش عارف شو هن وحول اولادهم بيدرسوا بره وعندهم بيوت بلندن وعلى شو اسمه هده الشاطئ الفرنسي شو اسمه كدازيو مثل رياد سليمي بانتيب ايه كله مش بصير رياد سليمي مثل رياد سليمي رياد سليمي عنده وم مكان معرف مع شاء الله مع شاء الله مهم انه انا بحكي على العالم بصراحة انا 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 يعني اذا بتفكر مستقبل ولادي مش هون اكيد يعني كيف انت بفكر ابنك عنده هيدا هيدا قديش امكانية يبرز هون وقداش امكانية يبرز برا اضعاف 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 ومطلع بقلكن اغلب الوقت بتحس حالك يعني كأنك مغترب بهذا البلد انه انه البلد لقلهم وانتي عم تجرب بتقلهم يا جماعة بس انه لا مش هيك وهاك بحسسوك شعور اللي انك انت لاجئ ولا شي شغلي يعني انا جاي اعمل لجوء بلبنان يعني هو العكس لازم تصير فهذا الولادي انه انا لازم تفكر بمستقبل الولادي انا لازم فل ما لازم ابقى ولا تك بالبلد واذا فيك تنصح شي للصحفين اللي هلأ مثلا عم بي تشافوك وتشجع من كل شغلك شو بتقلهم انا كتير بحب اسلوب النصح بس انه الشي الاساسي دايما بقوله ان واحد ولا مرة يجرب يكون اسير الوشفول تنكينج الوشفول تنكينج هو عدو بالمطلق يعني وبالذات عدو الصحافة الاستقصائية وما بيدعي ما بيدعي انه انا حتى ولا مرة يعني اثر علي دايما بجرب حصن حالي منه وشاناك هلأ تبهوا باشياباتي دايما بكون دايما صريح وواضح ما ارفق بلك ما في حقيقة كذا بحسب اسوأ السيناريو باعتمد الاسلوب اللي باعتمده بالconfrontation يعني انا لما اعمل confrontation مع شخص بدرسه 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 تاري من فالة تحت اه وببلش اه بفكر انه حالعب مع تشيس شطرانش يعني انه راح اعمل كذا ومفترض دايما هو اسكى مني دايما بحسب الورست كيس سيناريو فهيك نفس الشي يعني بالعمل الصحفي ما تكون مع الوشفل ولا حتى بتجميع الادلية يعني مش اذا شخص انا ما بحبه وكذا وصير جرب بقول لا هايدي بتركب بالدليل بشكل انه صير اختار الادلية اللي بتدينه السبع الادلية يعني بتركب له ملف لا مازم تركب له ملف الوشفل بدرسك تبعد عن الوشفل هاي دا الاساس اذا بتقدر تتحرر منه مش بس صحفي حتى بالحياة يعني بسيسر حياتك كتير وطالما توقع الاسوأ انت بيكون ماشي حالك بالحياة لا خصوصي بلد متل لبنان سيريسلي شو بد توقع اللي بيح يعني انه والله انه يعني يعني الناس كون ايجابي وليش انت هايك بومي يا خيم من وانا مش بومي انا يعني عم جرب شوف صح بعتاد وصلنا على اخر البودكاست في سؤال نحن عادت نسأله بعتاد لازم سألك كنبلا نوقف نسأله رجع في كتير ناس سألونا ليه بطلنا نسأله ليه بومي كل واحد منكم صار بومي يلي هو انت بتعتقد هلأ مع كل شي اللي شفته كل شي اشتغلت في هلأ انت بتعتقد بعد في امل امال امال شوف اذا هي بقى في حركة امل مش ما تكون ليم كتير بعد في حركة امل بالعكس لا سيريس ليه بقى بقى في حركة امل انشاء الله لأ لعبة هو بدك تشوف مامين مامين بد يسيطر على المشهد كمان التوازن ضروري بمحلات معينة ضمن الواقعية المشهد او كيف تعامل مع المشهد لك لك مستحيل شخص متلك يعني يكمل بها الفترة كليات عم يشتغل لو ما هو حاسس بمحل جواته بانه في امل يعني قبل كنا بنحكي كلام عكسه نقول دائم داك تحسب واسكي السيناريو بس انا عم بحسب واسكي السيناريو بدي يكون في امل بانه انا ما او بدي اشتغل تا ما اصل للواسكي السيناريو وهيدا الامل بيكون انه تنجح خطتي انه منوصل للواسكي السيناريو فبالتالي بكل مرحل من هالمراحل اللي كنت عم تشغل فيها بالتحقيقات انا كنت على يقين شبه على يقين بانه نحن وصلين على المحل نحن فيه بس هلما كان عندي امل انه لا منوصل المبلع حتى بلاحظة السبتاشر تشرين او قبل منو بوقت الزبالي يعني انا من اللحظات اللي بيعطيب حياتك بسئلي شو هي اسحت لحظات حياتك بقلك اكيد وقت حراك طلعت ريحتكم الفين وخمستاش وبيجع بقلك وقت سبتاشر هاي اللحظات لانو هاي اللحظات اللي كنت انا فيها مفهم بالامل هيك جسمي دايما هادي في القشعريرة وحاسس الدني بش حاملتني وانه لا فينا ونغير وليك هاي هون العالم هو الاساس العالم بصير تقول لك العالم انه لاك انه هون عالم طلعوا لا فيهم يعملوا هادا الشي فهذا الامل موجود بس مش لمحل يغشني بالوشفل ثنكينج موجود انه قام بلا فينا يوم هلا باللحظة اللي بينتهي فيها بهاجر وما بعرف بس هاجر شو بيصير ويمكن يرجع انه قلت لك جرابت فل وقلت خلص خيشو بتوجع راسك وصحافة الاستقصائية وكذا انا زلني بعرف اخراج وتصوير وكذا ويحب السفر كتير وكليه ما بعمل ترافل جورناليزم نطلعهم حتى قصص صينتفك كنت بدي اعمل وحكي معهم مع الناس وكذا كنت بدي اعمل عن 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 الرحلات الى المريخ والله وش اسمه هاد جيت بروبولجين لها وبعد طلن وكذا وبلشوا يردوا علي انه نعمل هيدا بس ما بحس هلا في كتير ظروف بس انه حساته مش زابطة وانا بعدان بس صارت اتفاضة 17-20 شوفوا احلاني مثلا انا يكون اتني قايمة قاعدة بلبنان انا عم بعمل عن بامريكا عم بصور مع ناسا عن الروفر تقيته بالمريخ كنت حرفيا كنت رحكون بالمريخ والبلد هون ما كانت هتصبت يعني كنت هكون عم بتخزق من جوا ومستحيل ساعتها اقدر ركز هونيكي بس الواحد ما بقدر يعرف شو بقدر يرسم له مستقبله فالامل موجود بس بش لدرجة انه يعيشني بواهم الوشفول تنكينج يعني بقى تده السادة كانت دسمة مثل مثل حلقاتك بس كتير تعلمنا منك وكتير يعني فتنا بالتفاصيل وهذا الشي كان ضروري لانه نحنا كالبنانية مثل ما انا من قبل من ديع بالتفاصيل مش التفاصيل اللي تتبعو لك بس التفاصيل اللي بتعرق الامور اللي بيستعملوها حتى حتى الحلقة أنا نفسها بس في ناس كتير يعني أنا بسمع العالم بجرب فهمنا العالم لشو كيف بدي حسن اسلوبي بالحكي وفي ناس يقولي لك معك حق بس ما فهمنا عليك بصير قوله نحظه شوي ما أنا عم بسط القدلة تفهم علي بصير جرب شوفه منتناقش بالفريق يعني حتى كيف نحسنه كل شي لانه جرب قد ما فيه بسط الفكرة للعالم لأنه هذا الاساس أي communication شو هي coding فهذا البروزس بدي يكون أنا مسؤول عنه وحريص على أنه عم بيحصل لأكبر شريحة من الناس وانت هلأ كنا عم نحكي تحت الهواء كيف هلأ حلقاتك متوفرين على يوتيوب معنا الجديد صحيح اللي شخص اللي قاعدين برا لبنان يسقط عمنا مشكلة هاشتاج عم نجرب نعالجها بس تحطه يسقط حكم الفاسد حطه بالسيرش بالفلتر باي ديت تطلع لك دايما أجدد حلقات بنحط الفقرات والحلقات كاملة وهذا كان يعني مع إدارة الجديد نتفقين علينا إحنا بأنه هذا ما بينحط على الويب سايت هو موجود على الويب سايت بس أنه ما بيكون بس على ويب سايت الجديد وأنه مضطار تشترك بالجديد أي حدا بيفوت على اليوتيوب بيقدر يحضر الحلقات ومجددا ضروري نركز أنه حتى بموضوع انفجار المرفق في ويب سايت اسمه www.beirutportexplosion.com على كل الدوكومنت أو مش كلون أغلونا عم نجرب نعمل update لك والstory كمان الناراتف شو صار كل شخصية بشخصية بدون يعرفوا عنها بيقدروا يلقوها كل باي هستوري باي ديت التايم لاين كل محل محلو وان كانت الباخرة بيكبس عليه بيطلع له كل الدوكومنت هدا هدفه أنه العالم بتكون عارفة مش بس أنا عم بيجي اطلع لكم لأنه بس لائختهم عم بذكر قلت ب بسبعة يعني كم كم يوم صرف الانفجار وكانت العالم بلش تصير تقولون نحنا منصدق ما منصدق الدولة وانتقولون لهو العالم اللي عم بقولك بش كل العالم بس لهو العالم اللي عم بقولوا منصدق منصدق الدولة ما تصدقوني أنا حتى صدقوا المستندات أنه نحنا ما نطلع من فكرة هدي تقليل الأشخاص وأيقنتهم أنه هيدا بيحكي الحقيقة ما حدا بيحكي الحقيقة الحقائق موجودة في الأدلة والمستندات صدق أنت عندك مخ وعندك عقل تحلل صدق المستندات والوقائع اللي بتنعرض عليك بسر ياد بايسي The One Who Knocks شكرا على السلام حالا شكرا شكرا